التحكيم في مصر كان ولا يزال أهم الملفات المطروحة للنقاش والتطوش موسم انتهى وما زال ملف التحكيم هو محور الحديث الدائم بين كثير من الانتقادات ومطالبات بالتطوير تغيير في رؤساء لجنة الحكام دخول الأجانب ولسه في اعتراضات مستمرة حتى مع وجود الفار ما زالت الأخطاء موجودة رغم ظهور أسماء تحكيمية في المحافل الدولية والقرية هتفضل أخطاء الحكام موجودة مش في مصر بس في كل ملاعب العالم اللي احنا عايزينه منطالب بيه بس هو التطوير الحقيقي بس يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بص يا سيدي الحكاية بسهولة شديدة هتفضل حكاية التحكيم في العالم كله مش في بس مصر محور حديث وأقويل وانتقادات ومطالبات بالتطوير طول الوقت هتقول ليه ليه يعني شمعنا يعني شمعنا التحكيم في جملة شهيرة أو كل شهاية يعني إن الحكام ملهمش جمهور آه هم ملهمش جمهور يعني على سبيل المثال وليس الحصر اسأل كده مشجع للأهلي مين الحكم اللي انت بتحبه في مصر غالبا مش هيقولك اسم ولو قال اسم هيقولك فلاني الفلاني بس يعني لو كان المطش مش هيبقى على مضض يعني تمام تسأل مشجع الزمالك من الحكم اللي انت بتحبه في مصر مش هيقولك أي حكم تسأل مشجع المحلة مشجع الإسماعيلي مشجع المصري مشجع أي مشجع تسأل مشجع منشستر يونايتد شلسي منشستر سيتي ليفر بول ريال مادريد بارشلونا باريس سان جيرمان باير ميونيخ اسأل أي مشجع في العالم من الحكم اللي انت بتحبه غالبا مش هيديك اسم ليه؟ إنه حدش بيحب الحكام الحكم ده هو اللي بيحسب قرار عليا حتى لو القرار عادل مش يعجبك حتى لو انت خسرت عشان فرقتك كانت سيئة جدا 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 هتروح وتقولي الحكم هو السبب الحكم المبرر السهل المبرر الواضح المبرر اللي يعني ايه ارمي بسرعة عليه ومحدش هيجري وراك ولا هيلم وراك الحكم هو السبب انت ما عندكش أي أخطاء انت لا عندك أخطاء كأدارة انك اخترت مدير فني سيء ولا عندك أخطاء كمدير فني ان انت اخترت لعيبة او طريقة لعب سيئة الحكم هو السبب فدي السهلة تمام؟ دي جزئية مسلم بيها وهتفضل موجودة لحد ما نموت هتفضل موجودة محدش بيحب الحكام حط دي على جمع بس في جزئية تانية وما انطاعش ان احنا نقرب دي وما نجيش على التانية دي بقى تخصين احنا هنا في مصر احنا متأخرين جدا 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 في عملية التطوير في التحكيم اصحيح خدنا خطوات وجبنا خبير أجنبي ومشي لوك لتن بيرجو وبعد كده جيب ريلا خبير أجنبي آخر وبدأنا نشوف ولو تحسن نسبي وما منحكمش عن التجربة أو على التجربة بسرعة لسه محتاجة وقت طبعا والرجل محتاج يشتغل ويحط خطته وطريقته واسلوبه وخط التطويره كل ده محتاج وقت أكيد بس هو يعني ها شفنا شوية حاجات بس لسه كتير كتير قوي هتقولك تلقوي في إيه؟ هقولك على مستوى حكامنا محتاجين حكام عندهم شخصية قوية آه في بعض الحكام عندهم شخصية قوية بس قليلين عايزين حكام فاهمين القوانين القوانين اللعبة بشكل كويس عايزين حكام ما تخافش من جمهور عايزين حكام ما تخافش من أندية عايزين حكام تبقى عنيهم مقفولة أو عفوا ودانهم مقفولة آه على صيحات الإدارات والجماهير ولا 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 أنا بنزل أحكم بالعدل وبالقانون وفقط عايزين حكام ما عندهمش أخطاء بينكو سين كده أحيانا بتبقى أخطاء سازجة مش ممطقية نحن مشجيع كرة القدم ومن يعمل في كرة القدم نتقبل ونتفهم أنه ما فيش كرة قدم وما فيش مباريات بلا أخطاء تحكمية في العالم كله لازم يبقى فيه أخطاء بس فيه أخطاء ينفع تقول إيه آه ما خادش باله آه مش صعبة آه تحتمل القل والقال لكن فيه أخطاء بتبقى يعني لو أزاي يا جدعة النهاردة معايا فاقرة للتانية كابتن جهات جريشا وجمعين أبرز الحالات اللي كانت موجودة في الدولة الموسم الماضي بس فيه حالات اللي هو طاقة تتجنن إزاي ما شفتهاش كحاكم في الملعب وإزاي أنت في الفور ما شفتهاش تقعد تتلغبط فيه أخطاء أحيانا بتبقى ما هي مستفزة لكل غزبا عننا أنا مثلا من الناس في شغلي الإعلامي ساعة ما بدأت لا أعلق أبدا 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 على أي موقف تحكيم ودايما أترك المواقف التحكمية لبينكو سين ما يسموا بخبراء التحكيم ليه؟ دي شغلانته دي شغلانته آه صعب تبقى فيه حالات واضحة ليه واضحة لحضرتك بس أنا ما ليش دعو ليه؟ عشرة كيكا رأيك أو رأي مش يعجبك أنت لو بتشجع النادي الفلاني فرأيك حلو لو ما بتشجعش النادي الفلاني فرأيك وحش وكيكا بتلف يعني شوية بتبقى شدة اللي مبسوط والتاني هو اللي مبسوط وعكذا بس ما فيش حد بيقبل الأخطاء اللي بتبقى غضحة دي بتبقى دمعت إيل طيب دي نقطة نقطة التانية شوفهم في كاس العالم في كاس العامل الأندية هتقول لي ما كان عندنا حكم مساعد لا عايز حكام ساحة عايز حكام بار عايز نشوف البار في مصر متطور جدا وعشان البار يبقى متطور جدا محتاجين حاجتين الوحدة نفسها بتاعة البار دي تبقى وحدة متطورة تكنولوجيا سليمة وفيها تطور كبير محتاجين كاميرات محطوطة في كل مكان في الملعب عشان نشوف كل الزوايا محتاجين ملاعب مؤهلة أنها تستقبل البار تفاصيل كتيرة بس إحنا دايما نجهل بدون عمد أنا بقول بدون عمد عشان يعني إيه أسبق بحسن النية للقائمين على الكرة في مصر دايما بننسى أنه التحكيم ده هو أهم عنصر في اللعبة كل حاجة ممكن تبوز أنت كنادي بتسرف فلوسه وبتإنفسته وبتجيب لعيبة وممكن يجي حاكم يسفر صفارة غلط أنت حياتك باظت كل اللي أنت شرفته ده ترمع على الأرض ولعكس صحيح فيه واحد تاني ما يكنش عمل أي حاجة بس السفارة تبقى في مصلحته فهو اللي إيه اللي يكم دي نقط النقطة التانية ودي المهمة جدا أنه الحكام بتاعنا اللي بينزله أرض الملعب دول حكام لازم ينزله معززين مكرمين معززين مكرمين إزاي يكونوا أخذ مستحقته كاملة يستحسن يعني إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله يعني بحكامنا محترفين مع دهم الشغلات تانية غير التحكيم عشانتوا عارفين طبعا إن حكامنا عندهم أشغال تانية مش هيضروا يعيشوا بالفلوس بس اللي بياخدوها من التحكيم بس لازم نزود الفلوس بتاعت الحكام عشان يبقى فيه حكام محترفين لازم ياخدوا فلوسهم أصلا القليلة يعني الفلوس القليلة اللي هما بياخدوها لازم ياخدوها هما بياخدوهاش بياخدوا فترة طويلة بياخدوهاش كل أمور ديت بتأثر على حكم فأرض الملعب لما يتأثر الحكم فأرض الملعب الناديين اللي بيلعبوا أو الفرقين اللي بيلعبوا بيتأثروا بطبيعة الحال دي أمور بنقولها بنية صالحة وإحنا بخلصين الموسم يعني مفيش حدث معين فبنقول الكلام ده بعد الحدث مفيش أي حدث الوقت خاص والدنيا هدية والدنيا جميلة بس بنقولها عايزين نشوف حل أحسن للتحكيم في الموسم اللي جاي حل أحسن منه في الموسم اللي بعد كده وكذا نطور بس ناخد خطوات كبيرة في التطوير عشان هفضل أقول دايما إن الحكم هو أهم عنصر في اللعبة لو حصل فيه خلل كله هيطلع خسران كله هيطلع خسران طيب معي عبر الهاتف الآن واحد من الأسماء المحترمة دائما وأبدا اسم عزيز علي بشكل شخصي وعلى المستوى المهني اسم كبير فيه التدريب في مصر كابتن كبير كابتن حمد إبراهيم المدرب العام بي الإسماعيلي كابتن حمد منور الدنيا سعيد جدا بتواجدك معي حبيب يا كريم أنا المخصوص جدا وحشني جدا وقال كتير ما سمعت صوتك يا حبيب يا كريم الله يا حبيب يا حشني دايما ودايما متؤلق ودايما منور الدنيا ربنا يديك الصحة ويبارك فيك يا كريم مهمة صعبة جديدة في النادي الإسماعيلي ويبدو إنك مع كابتن إهاب جلال بيتتهو المهمات الصعبة دي مهمة ربما تكون من أصعب المهمات في مسئلتكم التدريبية النجاحة جدا في ظروف صعبة جدا بتتعاملوا مع الإسماعيلي بتستلموا الإسماعيلي إزاي فكرتوا في هذا الأمر وإزاي هتتعاملوا مع الوضع الحالي حبيب يا كريم الأول طبعا باشكر ربنا طبعا إنك إنت لما ترجع بيتك ده محتاج شكر ربنا يا كريم النادي الإسماعيلي إحنا تربنا فيه فده من الخطوات اللي إحنا لازم نرد فيها الجميل للنادي الإسماعيلي في أي وقت طبعا يطلبنا كان المرة دي طبعا حاجة خاصة كابتن عالا بو جريشا رئيس اللجنة الفنية مع اللجنة اللي بتدي للنادي هنا وكابتن عمد تلمانو وكابتن صفر المناوي فكان ليهم اختيار عند الكابتن إهاب لأنه يعني فيه زي ما بنقول بونا جديد فأنت محتاج حد يبقى عنده شخصية يقدر يعمل الكلام دوت وطبعا الكابتن إهاب ما ترددش لحظة واحدة ووافق بدون أي شهود ودون أي حاجة مهمة صعبة يا كريم طبعا بالظروف المحيطة بالنادي الإسماعيلي بقاله 3-4 سنين ظروف المحيطة فيه ظروف صعبة جدا والناس كلها عارفت الكلام ده لكن أنا بقول أننا من الأول يوم نحن جينا فيه ونحن بنتكلم أننا مش هزين نتكلم في أي حاجة فيها سلبيات عايزين دايما نحس أننا في حاجة فيها إيجابية أنت عايز تعملها وتبدي دوافع للعيبة الموجودة مجموعة اللعيبة الموجودة من السنة اللي فاتت ومجموعة الولاد الصغيرين اللي معاهم إن شاء الله نقدر نعمل دمج كويس بينهم يا كريم وتطلع منهم حاجة كويسة ونحاول نخرج بالنادي الإسماعيلي من الناس المصدم اللي بقى إنا أربع خمس كابتر حمد أنا فرصة دلوقتي وأنت تتحدث بإيجابية وأخيرا حد يحدثني بإيجابية من النادي الإسماعيلي أخيرا عشان بيصاب على جموع النادي الإسماعيلي دايما من اسمها وكلام سلبي إن شاء الله بإذن الله كريم أنا بقول كلنا ثقة ربنا الأول طبعا وطبعا في ثقة الناس فينا واللعيبة الموجودة عندنا مجموعة لعيبة كويسة يا كريم لكن أنا بقول لك هي محتاجين طبعا شغل كتير جدا كابتر حمد في مشكلتين في مشكلتين هي فيه 3-4 مشاكل هقول لك كم مشكلة منهم وقول لي إزاي بدأتوا تحلوها أو لما عدتوا اتقالوا إزاي أنهم هيتحلوا أول حاجة أنت عندك عدد كبير من اللعبين هيمشوا أو مشوا يعني فيه منهم مش يعني عندك مستحقات لعبين متأخرة عندك صفقات جديدة مفهوط تعمل أو فيه إيقاف قيد إزاي تتعامل مع هزي المشاكل أو إزاي خدتوا خطوات في التعامل مع هزي المشاكل عشان أنت أكيد عايز تشتغل في أجواء سليمة بصك يا كريم هو في الأول وفي الآخر طبعا اللعب اللي مشت من نادي دي قعدها انتهت وردي مع عندنا بس عبد الرحمن وباهر ودولة باهر عنده ده كابت الفرقة ومن الناس المحترمة جدا واللي بتخاف على نادي الإسماعيلي لكن هو حاطت شرط جزائي قبل ما احنا نيجي في العقد بتاعه لو حاطت شرط جزائي خلاص انت ما تقدرش تقول حاجة يعني في الكلام دوت لكن هو بيحسب على الحتة دي كويس قوي لأنه هو باهر يعني ابن إسماعيلي ومحسوب عن نادي الإسماعيلي فبيحاول على الناس أعدتوا معها كابتن حمد لأنه خفع جمهير أعدتوا معه أعدتوا معه أتكلمتوا معه والله طبعا يعني أنا لسه يعني لسه حمسكين مبارح ولسه ما حصلش قاعدة بنا لكن أكيد طبعا من الكابتن علي وكابتن عماد قاعدوا معاه واتكلموا معاه وأنا زي ما بقولك هي ظروف محيطة بالفرق أنت جاي لكم مشاكل كبير أوه يا كريم في أخطاء من بأنه 3-4 سنين في تعاقدات كبيرة جدا مع لعيبة بأرقام كبيرة جدا مستحيل النادي الإسماعيلي يقدر يوفي بالكلام دوت يعني مستحيل الأرقام اللي محطوطة للعيبة ديت النادي الإسماعيلي يقدر يوفي بيها لأنها أرقام مبالغ فيها جدا صحيح وإحنا بنقول يعني بنحاول أننا إن شاء الله نزبط الدنيا أن أنت يا كريم الميزانية اللي موجودة أو اللي أنت بيحاول يعملها اللجنة الموجودة بالدير النادي مع الكابتن علي والكابتن عماد سليمان أنهما بس يوفوا بحقوق اللعيبة اللي موجودة جوا السيزن دوت المشاكل الثانية اللي هو المنتخب إن شاء الله يوم 19 فأنت نأمل أن في ناس يجي إن شاء الله تقدر نحل الكلام دوت ونقدر نزبط الكلام دوتا كريم لأنها الموضوع غصب عنك أنت القيد عندك موقف ثلاث فترات فأنت هتشغل بالناس الموجودة اللي هي المقيدين الموجودين في القايمة عندك مع الولاد الصغيرين يا رب إن شاء الله نقدر نحل الكلام ده كريم بالاتزام فني جوا المنعب مع الولاد الصغيرين اللي هتشتغل وأنا مش عايز دعود أقول لأن الولاد الصغيرين لأن الولد اللي هيحط رجله هو المنعبة كريم ما بقاش ولد صغير بقى العيد في كريم بس لازم يشتغل ويكتهد ولازم فيه هيبقى فترة هتبص على كل الناس اللي موجودة وإن شاء الله بإذن الله يبقى فيه حاجة مختلفة نطمع فيها إن شاء الله لكن طبعا اتخذنا في ربنا إن شاء الله وفي جمهور اسمعالية اللي هو بيقف دايما ورا النادي بتاعه إن هو يطم من الفرقة ويطم من اللعبة لأنه هيظل إن عندك جوة سيزون التلات نتائج موجودين جوة كل مباراة إذا كنت بتكسب أو بتتعجل أو بيحصل أي انكسار فإن شاء الله وأنا عارف إن جمهور اسمعالية محب جدا للنادي والجمهور هو الوحيد اللي بيتأثر بالكلام ده فنتمنا من ربنا إن هو يقفر الفرقة ويبقى داعم لها بشكل أساسي صحيح كابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم من المدارب العام بالنادي الإسماعيلي أشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لك كل التوفيق مع جهاز فني بقاعدة كابتن إهاب جلال جهاز فني أكيد محترم وله نجاحاته وله بصماته في كل فريق الإسماعيلي وضع صعب بقاله 3-4 مواسم محتاج تكاتف الجميع حرفيا إدارة تيجي تشتغل بشكل كويس الناس اللي برا الناس الإسماعيليوية اللي برا يسندوا ويدعموا جهاز فني يشتغل في هدوء يبقى في صفقات جيدة اللاعبين اللي ما كانوش مهمين أو ما أضفوش للفريق يمشوا دي أمور تخلي الإسماعيلي يشم نفسه خد بالك أنا مش طالب أو أنا مش من الناس اللي طالب يعني إن الإسماعيلي السنة الجاية يكون بينافس على الدوري ولا مثلا حتى يكون شرط يبقى من الثلاثة الأوال بس الإسماعيلي يرجع يتنفس يرجع الإسماعيلي بقى له فترة بعيد وغريبة إنه يبقى بعيد عشان ده النادي للإسماعيلي الإسم الكبير ليا ما طلع نجوم كبيرة للكرة المصرية والمنتخبات الوطنية يا ما تعالوا روح لأخبارنا وزي ما قلت لكم الفقرة التانية يبقى فيها الكابتن جهات جليش هنتكلم معاه عن كثير من الأمور التحكمية اللي حصلت الموسم الماضي سواء سلبية أو حتى إيجابية نتحدث عنها أيضا طيب النادي الأهلي لسه بيحاول في مسألة التعاقد مع سوزا مهاجم جينبوك الكوري كان فيه كلام إنه الأمور تقفلت لا ما تقفلتش هما لسه لسه عندهم أمل والأمل ده جاي منين إن مارسل كولر مصمم على سوزا يا عم كولر خد حلو المهاجم ده كويس لا أنا عايش سوزا طب ده عمل مقشات كويسة وجاب كام جون حلوين أنا عايش سوزا طب يا سيدي فيه وكيل جاب لنا اللاعب دوت ويا ما عمل ويا ما سوى أنا عايش سوزا يمين شمال أنا عايش سوزا فالراجل المصمم على سوزا عشان هو شايف في طريقة لعبه وكلمنا في الكلام ده أكتر من مرة هو المهاجم التارجت اللي هو المهاجم الكلاسيكي هو مش عايز المهاجم اللي بيجي من من الخلف للأمام والمهاجم اللي بيتحرك كويس لا عايز المهاجم اللي بيعرف يبقى وشه لجون بيعرف يلعب بيمينه وشماله اللي عنده ضربات الرأس كويسة جدا فده مارسل كولر شايفه في سوزا عشان كده الاهلي ماشي في سكة التفاوض مع النادي الكوري واللاعب وايضا برضو ماشي في سكة التفاوض مع دياماتا اللي قلت لكم لاعب ايضا او مهاجم ايضا من المهاجمين يعني مارسل كولر يعني مرحب الى حد ما بيوم هو لاعب بالجيكي من اصل كونغولي وارد انه يبقى موجود ايضا في النادي الاهلي لو فشل كل مساعي النادي الاهلي في التعاقد مع سوزا وفي ايضا اسم تالت الاهلي متكتم عليه ايضا في طي المفاوضات في حال فشل صفقة سوزا ده فيما يخص مهاجم النادي الاهلي النادي الاهلي كمان قرر التعديل او تفعيل التعديل المادي اللي حصل فيه عقود زي ما قلت لكم قبل كده الرباع محمد الشناو محمد عبد المنع مؤالي جانجو مروان عطية التفايل ده هيبدأ من شهر سبتمبر اللي جاي كل لاعب هياخد مقابل زيادة في عقده والنادي الاهلي فكر في تعديل الرباع زي ما قلت لكم عشان لما بدأ الاهلي يتعاقد مع لاعبين بأرقام كبيرة هو مش عايز اللاعب الكبار اللي عنده أو اللاعب المهمين بين قسين يعني اللي مؤثرين في الفريق يبقوا متضايقين فالنادي الاهلي بادرة من نفسه وزود عقود الرباع اللي أنا قلت لكم عليهم طيب عمر السلية ومحمود متوالي رغم انه هم في فترة راحة حالية من الفريق لكن كل يومين بيروحوا للنادي عشان يعملوا عمليات تأهيل بدني وفقاً لبرنامج محتوطة ليهم عشان يبقوا جاهزين في معسكر الفريق وجاهزين للموسم الجديد عمر السلية ومحمود عفواً ومحمود متوالي امام عشور عشان الذكرى عشور يعني امام عشور برضو دلوقتي بيعمل برنامج تأهيلي على فترتين مارس الكورلر طلب ان البرنامج التأهيلي ده يتسجل فيديو فيديو ويشوفه هو عايش يشوف اللاعب بيتأهل ازاي اللاعب بيشتغل ازاي اللاعب بيجهز ازاي حلو حلو جدا امام في الفترة التانية زي ما قلت لكم فيه التأهيل بيشتغلها فيه النادي الاهلي ومارس الكورلر طلب زي ما قلت لكم يشوف ده بيعنيه طول الوقت عشان كده بتتسجل طيب نروح لنادي الزمالك نادي الزمالك مصدر في اتحاد الكورة قالنا ان النادي الزمالك لما قيد لعبي الفريق القدامى في القائمة الاولى قبل ان يغلق اتحاد الكورة بباب القيد ده مش معناه انه ازمة منعه من القيد اتحلت اللي هي جاي من الفيفا اللي هي الزمالك موقوف عن القيد بسبب قصة سبورتينجليش بونا والشيكابالا والقصة بتاعت اشينبونج وجزء كده له علاقة بمستحقات ودي دجلة في حق رعاية ابراهيمة نضاية مصدر في اتحاد الكورة قالنا ان القائمة الاولى اللعيبة اللي حطها الزمالك في القائمة الاولى فيها لعيبة ممتدة عقودها مع نادي الزمالك اللي هم كانوا معارين او لعبين ما كانوش او كانوا على يعني كانوا مش بيشتغلوا مع الفريق الفترة اللي فاتت فتم قدهم في القائمة الاولى مصدر كمان في اتحاد الكورة قالنا انه حصل على قيمة الخمسة في المية من المبالغ اللي دخلت الزمالك من مستحقات صفقة مصطفى فتحي من التعاون وايضا نفس الامر منتظر في فلوس سيف الدين الجزيري وقيمة مشاركة الزمالك في دوري ابطال افراقيا كل ده اتحاد الكرة بياخد منه نسبة عشان المستحقات المتأخرة لدى نادي الزمالك في نادي الزمالك لدى اتحاد الكرة فالامور ايضا بتتحل كل ده رد على قصة انه اتحاد الكرة هل يجامل الزمالك في شيء ولا ولا راجل مصدر في اتحاد الكرة قال لنا الوضع ماشي ازاي بالزبط ده فيما يخص الزمالك ومستحقاته لدى اتحاد الكرة عشان كده نادي الزمالك اجل قيد السنائي احمد عيد واحمد ايمن منصور في قائمة الاولى بسبب توقيع السنائي على عقود جديدة هنا بقى اصبحوا اثنين لعيبة جدد في نادي الزمالك انت ماضية عقدي جديد ماضية عقدي جديد بقيت لعب جديد وبالتالي مش هتتقايد ليه عشان الزمالك موقوف قيده من قبل اتحاد الدولي لما يتفتح القيد لما الزمالك يسدد فلوس اشنبونج وسبورتين اشبونة الاثنين اللي عيبة يتقايده مع صفقات جديدة ينوي الزمالك التعاقد معه خون قال لسوسوريو المدير الفني ليه الزمالك متمسك جدا جدا ببقاء الشكبالة مع الفريق وكان فيه كلام الفاتر فاتن الشكبالة ممكن يمشي من النادي الشكبالة فيه ناس ممكن تشعيزها في النادي هو الراجل أقل على الشكبالة ومصمم على بقاءه مع الفريق كمان مصدر في نادي الزمالك قال لنا ان فيه رجل او رجال اعمال الزمالكوية وفق انه يتحملوا الفارق فيما يطلبه احمد فتوح وما يقدم له نادي الزمالك يعني مثلا الزمالك عارض على فتوح جنيه مثلا يعني فرجال اعمال عشان فتوح عايز اتنين جنيه هيدفعوا الفرق الجنيه ده لكن الزمالك هيدفع جنيه ورجال اعمال اللي بيحبوا الزمالك محب الزمالك دول هيدفعوا الجنيه التاني مثلا مثلا ده فيما يخص نادي الزمالك بيرامدز اعلن النهاردة عن تعقده بشكل رسمي رسمي مع سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حور بداية من الموسم القادم بعد انتهاء عقده مع نادي زي كل يعرفين طبعا سيف فاروق جعفر وايضا يوسف اسامة نبيه راحوا بيرامدز بس هما بيعلنوا بيرامدز بيعنا عن لاعب لاعب كده مش ولسه عنده مجموعة لعيبة كمان هياخدها من فيوتشر هيتم الاعلان عنها لاحقا والكلام النهاردة كتر جدا جدا على موضوع اشرف بن شرقي اشرف بن شرقي اصبح قريبا جدا جدا من التعاقد مع نادي بيرامدز ده كلام بيتقال ولسه شغالين عليه بس الاقرب انه اشرف بن شرقي هيبقى لعبا في بيرامدز مع بداية الموسم المقبل روحي فيتوريا مدير فني المنتخبنا الوطني فضل انه يواجه الجزائر وديا في شهر اكتوبر المقبل عن مواجهة منتخب النمسا هو كان عنده عرضين عرض من الجزائر وعرض من النمسا لمواجهة احدهما وديا وهو شاف انه يلعب مع فريق افريقي قوي افضل ما يلعب مع منتخب اوروبي معقول زي المنتخب النمساوي عشان كده اتحاد الكرة مع شركة التسويق اللي عرضه المباراة الودية مع الجزائر ابدو رغبة في مواجهة الجزائر في شهر عشر اللي جاي ان شاء الله هايل حلو ده بقى لفل اعلى من المباراة الودية حيث ان كان مباراة الودية مش كبيرة بس تلعب مع الجزائر ده منتخب قوي وتلعب مع النمسا حتى ده منتخب قوي فده شيء جيد وشيء رائع جدا ناخد اللي بعد ده خبر نهاردة كان فيه كلام انه كابتن عماد النحاس قريب جدا من نادي الدخلية ولا هتولى تدريب نادي الدخلية في الموسم الجديد المفاوضات بين الدخلية وكابتن عماد النحاس ما مش شيتش في طريق لحد النهاية وبالتالي نادي الدخلية اعلن اليوم تعاقده مع الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفن السابق لفريق المصري البورسعيدي عشان يقود الفريق في الموسم الجديد بعد رحيل الكابتن علاء عبد العال الى نادي الجونة ويستحق الكابتن ميمي عبد الرازق هذه الخطوة كان معايا كابتن ميمي عبد الرازق وسألته بشكل واضح وكان خد منصب جديد في النادي المصري كمستشار لمجلس الإدارة او الرئيس النادي فيما يخص الأمور الفنية وايضا مدير لقطاع الناشئين وسألته قلت له لو جالك فريق في الدور المصري تدرب ولا تكمل في منصبك دوت في المصري قالي لا ادرب فريق في الدور المصري وبالتالي الراجل نجح انه يتولى فريق موجود في الدور المصري فريق لو اسمه في الدور المصري فريق الداخل اياه نروح لنشرة أخبار الكرة العربية النهاردة نبدأ بالدور السعودي يلا بينا النصر لا ليتنافسان على ضم المدافع الأسباني امريك لابورت لا مانشستر سيتي في الصيف الحالي نادي الإنجليزي طلب الحصول على 35 مليون يورو للموافقة على بيع لابورت لأي من النديين وباريسان جرمان بيرفض عرض بقيمة 45 مليون يورو من الهلال للتعاكد مع ماركو بيراتي واشترط الحصول على 70 مليون يورو للموافقة على بيع اللعب في الدور السعودي ايضا الهلال يستعد للتحرك بشكل رسمي من اجل التعاكد مع البرازيلي نيمار بعد اعلانه الرحيل عن بريسان جرمان في الصيف الحالي كانوا عايزين مبابيه مفيش مبابيه فراحوا لنيمار الدور المغربي الوداد المغربي بيفتح الباب امام رحيل زهير المترجي خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم قناعة المدير الفني بقدراته زهير المترجي من اللعبة المهمين جدا اللعبة كويس جدا جدا يعني زي ما قلت لكم الفقرة التانية الفقرة اللي جاية داية هيبقى فيها كابتن الكبير كابتن جاية جريشا خابرنا التحكيمي يقول لنا رأيه في ابرز الحالات الموسم الماضي وابرز الحالات السلبية وابرز الحالات الاجابية وكان فيها خطوات جاية او كارات جاية من الحكام هيكون ده كله بعد الفاصل خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل هو يعني بينكم سين كده بسهولة يعني من غير ما أنا عارف كمال أقولها دي كبيرة شوية بس أبسط من كده يعني هو زي كشف حساب لما حدث في التحكيم الموسم الماضي احنا كنا فين بقنا فين وقفين فين الوضع ايه احنا في وضع جيد مش وضع جيد طب محتاجين ايه عشان نطور نصلح ازاي يعني هنحاول إلى حد ما ما تبقاش القعدة سلبية هنحاول نخليها إيجابية وعشان كده معنا شخص محترم شخص دايما يتحدث بي إيجابية الكابتن الكبير كابتن جهد الجليشة خابرنا التحكيمي كابتن جهد من اول الدنيا طب انا خلاقي كريم طبعا بتشرب بيك النهاردة وفرصة كويسة نتكلم على التحكيم اخبار حركية كله بخير الحمد لله طيب تعال اول نقول حاجة نظرية احنا كنا فين في التحكيم ولما بدأ يبعا عندنا خبراء اجانب هل حصل تطوير ولو تطوير بطيء هل خدنا خطوات لقدام ولو خطوات بسيطة ولا احنا لسه وقفين زي ما احنا بص نتكلم بمنتهى الامانة بمنتهى الامانة تجربتين مارك ليتنبرج وفيتر بيررة دلوقتي مفيش حاجة ملموسة الراجل طبعا اللي فات خلاص ما كانش بموجود وكان طول الوقت بيسافر فخلاص كده عنده مشكلة عدم التواجد اللي موجود حاليا اعلن زي ما كانت طالع مبارح اعلن انه يبقى له أخير البحشور بيتفرق يعني لسه لكن هو الفترة اللي فاتت مفيش اضافة يعني منتلق امنا اضافة للتحكير المصري من الخبراء اللي اتنين اللي يجوم لغاية اللحظة اللي كانت فيها دي لسه ما فيش اضافة لأن طبعا انا تمنا بفي اضافة بس انا حسيتها كابتن جهاد ان الموسم اللي فات على عكس المواسم اللي قبلها المشاكل تبدو اقل هو في مشاكل وفي انتقادات وفي هجوم وفي كل حاجة زي ما احنا معتادة بس النسبان حسيتها هل هي أقل عشان المنافسة ما كيتش كبيرة ولا هي أقل عشان كان فيه شغل فردي من الحكام شغل جيد لا بص هو اساس الموضوع ان المنافسة قلت يعني لحد ما الدوري محسوم في الفقوق التحت الهبوط كان برضو في الاخر الناس نجحت في الاخر اه في المنشد الاخر نعم المنتهى الامانة كلامنا على التحكيم كان ماشي بسرعة كويسة في المنافسة تحت لكن في الاخر بنتكلم ان طبعا المنافسة في القمة كانت الى حد ما بعيدة خالص فبالتالي بنتكلم اللي فوق ده كان هو الاساس ان الدنيا هديت شوية بس الحكام اشتغلوا فردينا نفسهم بسرعة كويسة لكن بنتكلم احنا كنا عايزين نحس بقى باللجنة وكانت فرصة بالنسبالها يعني فرصة بالنسبالها للدنيا خلصانة والدنيا فوق اللي احنا كنا محتاجين نحسه يعني امتى بقى هقول ايه وانا قاعد وانا مش بتاع التحكيم اقول اه لا حصل تطويل في التحكيم كنت محتاجة اربع خمس اسابيع ما عندكش مشكلة اه ما حصلش يعني انت عدي اربع خمس اسابيع ما عندكش مشكلة محدش بالكلمة التحكيم اوفيكم منت علاماتش معين في لقطة معينة في قصر لا دايما كل اسبوع التحكيم محطوط تحت دائرة الضوز صحيح وبالتالي كان دايما نحس ان في مشكلة لكن لما التحكيم يستمر اسبوع واثنين وثلاثة واربعة محدش بالكلمة التحكيم كله بتشغل في الجامع الفاني والتحكيم بالكلمة اللي بيجابية ده بتحس ان بقى الدنيا تمشي للطريق اللي احنا عايزينه في تطوير التحكيم طيب لو على الانتقادات فانت راجل كنت حاكم دولي كبير وحاكمت في كاسعالم واكبر حاكم واهم حاكم في مصر فترة من الفترات ورغم كده انت نفسك كنت طول الوقت انتقادات يمين وانتقادات شمال حتى لو بتشتغل انا كنت بقول في بداية الحلقة انو احيانا الانتقادات بتبقى للحكم بمنطق انو ايه ارمي الفوتا عالحكم الحكم هو اللي غلطان وانا معمتش حاجة غلط كفريق لمدرب بقى ولا لعيبة ولا قدارة هو الحكم اللي غلطان فدائما كده كده الحكم هينتقدوا حتى لو اشتغلوا كويسة كابتن جاي لا هو النقد النقد ده موجودة طول الوقت احنا شغلين لنا كتحكيم موجودة نقعد طول الوقت لكن في الاخر بتتكلم كناس بتتكلم على لقطات تحكمية دي بقى فقرة تحكمية وigansتكلم على تحكيم هنتكلم على لقطات تحكمية وقرارات صحيح وبالتالي احنا منتكلم على الناس اللي بيقولوا في الشريح حاجة والحنا منتكلم فيك قانون وشغل التحكيم في الملعب و ده الاهم وبالتالي انت قد في الشارع أو في مطشاطك الشارع نفسه هيتغير معاك مع أدائك مع ثبات شغلك وبالتالي كل ما بيعلى أداء التحكيم هتلاقي كل حاجة دي ملموسة في الشارع صح لما معايا مدرب أو معايا لعب سابق بسأله المدرب بسأله مين أفضل مدرب الموسم الماضي واللعب بسأله أفضل لعب الموسم الماضي أنت بالنسبة لك أفضل حكم أدى الموسم الماضي لهم مجموعة حكم لنرتيبهم من واحد يعني مش هقول الترتيب عشان بس يعني ما نتخش موظف ف ف ف بس هو مستوى يعني لا المستوى إحنا فيه مجموعة حكم عمله موسم يعني مثلا لما ييجي لعب يقول لي فلاد الفلاد كان أحسن لعب عشان هو كان أحسن لعب لا لا فيه مجموعة حكم فعلا يعني أي حد في الشارع مش هولك الجهاد أو أحد في تحكيم أي حد في شارع يتكلم هتلاقي الناس دي أدت موسم كوي زي مين هتقول بدون ترتيب محمود البنة أمين عمر محمد الحنفي فيه برضو محمد عادل فبتتكلم أربعة خمسة زهريم معك بصورة كويسة ده بكامعة دوليين في الدرجة الأولى برضو فيه مجموعة برضو اشتغل كويسة منهم عبازيس السيد عمل موسم موسم هايل وفي نظر أمر الدولة المعادل ماتش بس اللي أخطأ فيه بس اللي عمل موسم هايل برضو بنتكلم بمتالي الأمانة فيه ناس سماعت معك بموسم ده أسألك سؤال بسأله لك دايما بصورة وهكرره كل شوية عشان دايما عندي فيه تحفظ يعني هل التحكيم في مصر أسرة؟ يعني دايما نسمع عن جملة اللي هي بتاعة أسرة التحكيم في مصر هل أسرة هل هي متربطة؟ هل هي الحكام بيحبوا بعض؟ هل هي الحكام بيساعدوا بعض؟ هل הןلى اللي Trading بتاعة ناس التحكيم في الموسمين بتساعدها الناس من برة؟ والعكس الصحيب بيشيدوا بالنس اللي برة؟ هي موجودة، الأسرة موجودة لكن الخلفات موجودة في زي أي مجال يعني أي مجال ممكن تلاقي خلفات بالأفراد اللي موجودة فيها مجال التحكيم في نفس الكلام فيه ناس بتحب بعض أو الناس كبيرة بتحب بعض على علاقات كويسة ومحترمة جدا ببعض وفي ناس على خلافات مع بعض عادي جدا ده على فكرة موجود في التحكيم وفي أي مجال تاني فالأسرة موجودة الخلافات أحيانا موجودة وأحيانا في ناس بتاقف مع بعضها عشان تنجح فكل شيء موجود أنا بحاول أسألك الأسئلة اللي بتسأل طويل وقت لو كان معايا حكم يعني كان معايا حكم دولي من قريب لو كان معايا حد مسؤول في لجنة التحكيم كان معايا قريب كلهم دايما ينتقدوا ما يسمى بمحللين التحكيم يقولك لا لا هم بيحاولوا مش عارف يعملوا ايه يبوزوا هم مفهود يبقوا معانا ويساعدونا ومش عارف ايه بتسمع الكلام ده طويل الوقت هل ما قال في ناس دي قالت منك لما طلعت حللت حاجة وقالوا لك انت ليه تقول كده كابتن جاد ما كنت بينك وسين يعني عديها ده لي علينا الوضع مش عارف ايه ما أنا عايز أقول لهم الرسالة بس بمطالب بساطة فضل زي ما أنت حكم في الملعب ومسك الصفارة واسمك يهمك فالمحلل اللي موجود في الاستوديو بيحلل الجمهور فاسمه يهمه صح فانت بتحفظ على اسمك بأدائك بأدائك اللي انت بتشغل بقانون ولقطة وتحليل واعتبارات الاتحاد ده وليحطيتها وبالتالي ما بتاخدش كرار بمزاجك اللقطة اللي بتقولي ده وبالتالي أنا بطلع بقول اللقطة بغض النظر مين الحكم من الفريق لمين أو على مين وبالتالي انت بتراعي ربنا أولا في شغلك زي ما كنت حكم في الملعب وداني حاجة بتراعي اسمك بتحفظ على اسمك يا محلل وده مهم المصداقية ما بتجيش مع الجمهور في مطشو واثنين وثلاثة الناس بتفهم فالمحلل بيظهر الناس بتعرف ده الراجل ده بيشتغل ازاي وبالتالي اللي بيحفظ بيحفظ على اسمه زي ما كنت حكم بتحفظ على اسمك في الملعب فانت محلل بتحفظ على اسمك هو ده المهم يجي بقى حد يقولك ده بقى المشجعين مش الناس اللي بشتغل في التحكم يقولك والله طيب اذا كان يا جماعة محللين التحكم في مصر مختلفين على اللقطة انتو مستنين من ان احنا مشجعين نبقى مدقين وزعنين ولعيبة طبعا ومدربين كل ده بقى وزعنين وده السؤال برضه بتسئل طويل وقت هو ليه المحللين بتوع التحكم بيختلفوا اذا كان هي قانون وحالة واضحة والدنيا سهلة ليه بيختلفوا عرفك يا التحكم في كل العالم كده الناس بتحلل في قنوات وناس خبرة وموجود الاختلاف مش كل اللقطات يعني على فكرة فيه اللقطات بتبقى كله بيتفق عليها انا بختلف ازاي على قانون لا مش قانون القانون في كورة القدم كله اذا رأى الحكم يعني كل ما يقول القانون اذا كان من رأى الحكم في الاخر هو رائي هو اللي بدأ التحدي الدولي ياخد الاعتبارات ويحط حاجات معينة في كل حاجة زي لمسي اليد زي 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 عشان في الاخر توحد قرار لكن توحد القرار على مجمل اللعبة صعب وبالتالي دائما الاختلافات موجودة يعني الاختلافات مش هتنتهي على فكرة حللت حلقة قبل كده تحكمية وقلت فيها رأي وبعد ما قلته لما عادت تحسبها تاني وتشوف وتقرى في الكنون تاني قلت لا تريبا قلت رأي غلط لا مش مش كده في موقع للفيفا انا موجود معاما كنت حاكم في كاس العالم عليه خبراء التحكم على مستوى العالم فانا طول وقت احب اتعلم احب اتطور ببعت لقاطات على فكرة فيها جدل ببعت ومش عيب اتعلم لو انا غلطان على فكرة بقول انا غلطان وبدوين عندي على فكرة من ساعة ما اشتغلت في كورا بلصف شغل في الناهج ده طول الوقت بتطور من نفسك زي ما الحكم طول الوقت مطلوب ما يقافش عن دنونة معانا عايزي تطور من نفسه فانت كمحل اداء بتطور من نفسك كنت تتفرج وبجيب استوديوهات اجنبية بالنسبة تحلل ازاي وازاي بتروح على الازبط على اللقاطات مش مجرد اجيب لقاطات وخلاص اعمل عدد لقاطات بتحدد فده كل ده تطور في شغلك ممتاز فبتشتغل لها ده وبتتعلم منه لقيت بقى فيه كان فيه حالة معينة مش حاجة معينة بس بس اختلاق يعني كان فيه حالات بفيه اختلافات يعني انت موقع على مثلا فوق المتين وخمسين خبير على المستوى العالم من اول الفيفا لحد افريقيا لحد العرب تفتكري ايه الحالة اللي اختلافتوا فيها كلكم مع بعض لا دور المصري دور المصري عالي فيه حالات على سبيل المثال على فكرة بياخدوًا على فكرة دلوقتي اللي منحوطها كمان بياخدوها عندهم في بطولات يعرضوها يلما بتألهين ده حاجة كده فبياخدوها على طول بكل علاءة طوب بتاعه بيجهاز عنده كحالة لما يروح بطولها والاحاجة بيعرضها فده بيحصل على فكرة موجودة فده مش على فكرة مش مOUT الحالات بيتروحه كتير إيه هي الحالة اللي أنت فاكرها كان حصل عليها جدل حتى مع حكام العالمين والناس اللي شغالين معاجنا لا مش حالة بحين حتى انت تكلم عن حالات طول الموسم صعب 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 ستجي نعرض أبرز الحالات لي انت مرضو اختلت معنا أبرز الحالات اللي انت hayat بتتكلم عنها حصلت الموسم أناجي بنا الحالات اللي سمعت وبالزلط الأخيرة سمعت مع الناس وبدأت الناس كلم عليها يلاي لاي ما أعرض أعلى طول فاضل نعرض على طول ونبدأ الحالة عشان كابت الجهاد يرجعنا لما حدث ونستفيد يعني الحكامنا يستفيدوا وإحنا كمان نستفيد عشان أحيانا في لحظة العصبية محدش بيبعز يسمع لكن دلوقتي ممكن الناس تسمع دي طبعا كانت ماتش الأهلي والمصري دور الثامنية كاس مصر وده هدف تم الغاء وبدأ التسلل بصة كريم هو ساعة للمس للزميل للقرة فيه اثنين لعبة واحد موجود في مواقف تسلل واللعب اللي هي لعب القرة مش متسلل طيب اللعب اللي موجود في مواقف تسلل ده يحسب امتى أو يعاقب امتى إذا لعب القرة هو ما لعبش القرة لكن دخوله في منطقة اللعبة النشط مع الحارس ومع المدافعين النادي الأهلي فعمل تأثير التأثير ده يعاقب عليه التأثير مباشر أه ما هو خلت بالك أنا من الناس الليما شافت الكوية دي قعدت أقول إيه ده إزاي تسلل مستحيل واللي عادة بقى كذا مر بس لما أنا سمعت واجت نظرك وإيه سنيمك أه لا التأثير وحسن ما نفهم يعني بصوا في التحاد دولي يعني بيكلمها تأثير في متر مترين صح آآ منطقة الستة ما تتفكرش فيها يعني منطقة الستة في التحاد دولي يعني يديك كده يقولك منطقة الستة ما تفكرش كتير فيه تأثير صح خلاص آآ لكن بكلم بروا منطقة الستة جوا 18 آآ ورابا مجون المنظر ده التأثير متر مترين في منطقة اللعب النشط عظيم جد وبالتالي يعاقب طبعا اللعب وجوده في مواقف تسلل وقرر صحيح بال هاتو اللي بعدها على طول بقى نجيب اللي بعدها عايز قولك بس في النقطة فات دي حاجة كده آآ وقفين العشاء عايز قولك النقطة دي في حاجة في نفس كلمة استدعاء الحكم يخرج عشان شوف اللقطة دي لان ده تأثير قرار المساعد في الملعب لما رفع الرأي حتى لو قراره على اللعب اللعب القرى تسلل فهو قرار تسلل حكم الفي أربي يراجع اللعبة وقراره تسلل عشان التداخل مش عشان اللعب اللعب القرى حتى لو اختلفنا في مين اللي تسلل لكن في الاخر القرار في الاخر تسلل أم فكاد ناس بالطالب ان الراجل يخرج يشوف حكم آآ لكن انا برر الحكم الفي أر متفق مع القرار المساعد اني فيه تسلل فخلاص بغض النظر هو قصد مين فالناس بس الكلام في مقابل يعني لو الحكم المساعد ما كانش رفع تسلل أنا رفع تسلل للحكم المساعد مثلا بيقوله أنا رفع تسلل على الإجابة جهوب حلو لو الحكم المساعد ما كانش أصلا رفع تسلل والبار شافها تسلل هنا كان ممكن الحكم الساحة يطلع عشان حكم المساعد لازم يطلع لأنه ده مش حقيقة ده تدخل تدخل في تدخل مع المنافس وبالتالي لازم يطلع لازم تسللل الحكم المساعد أنا بتكلم أن في الآخر مدام اتفاق في القرار بين الحكم المساعد وحكم الـ VR مش محتاج يخرج شف هايل هايل ناخد اللقطة دي بص هو في البداية الناس اتكلمت إن في مسك المتبادل لحظة للمسك المتبادل مفيش خطا يعني أنا بشدي ايدي المسك ده مفيش خطأ من هنا ومن هنا إحنا سيبنا يدينه من إيدي ايت بعض المسك بعدكده وبالتالي الخطأ المسك المتبادل ده مفيش KhotA أنا سيبت أهلي والمصر سبب بسيق tao شค Vir что كملت بقى الت stinky это أ gente تعاقب عليه وبالتالي المسك الواضح ده الخطأ الخطأ اللعل الحاكميت للزم أنا كحاكم رضي فعل فعب عزيز لما شافها احتسب على فكرة كان موجود في مكان ممتاز شاف الزاوية صح وشاف الرؤية صح وحاكم الفيار عمر الشيناوي أكد اللعبة وقرار صحيح على فكرة باللي أنت بتقوله دوت كمت العبازيز عمل مباراة عظيمة اللعطتين في منتغى الصعوبة منتغى الصعوبة اللعطتين في وقت صعب وضغوط في الملعب على فكرة باللي حد تتفرج على الملعب أنا عارف الضغوط في الملعب لما بتحتسب رجل الجزاء في الوقت بضل الضايع للأهل والمصر غالب واحد وكاس مصر وفرق يخرج ضغوط غير طبيعي في الملعب أنا حاجة ما أقولك بقى اللي بيحسوا في الملعب والجازب بني الضغوط بتبقى عاملة ازاي؟ غير طبيعي اللي هو زي بص أنا متخيال لأنني صنع لأهل ومصر كتير طبعا ففي حاسسية موجودة في الملعب غير بقى أن بتكامع نتيجة في آخر رجل بضل الضايع ونتيجة واحد صفر دقيقتين أو دقيقة ونص ولماتش يخلص مبارجة مهرية خدت بالك ولا صعب أنا حاسس بيه في الملعب وكنت بتفرج حتى وانا بتفرج بحل اللي كنت حاسس بيه جدا طيب دي مباراة الأهل والدخلية دي في الدولة ولا في الكاس؟ دي كات في كاس لا في كات دور 16 دور 16 بتتكلم على معايير أول حاجة كرة مخرجتش طبعا الحاكم الفور بيراجع كرة مخرجتش في الملعب أنا دلوقتي المعيار بالنسبة لنا كلام استيلاد عشان الكلام ده كلامنا في مطش الزمالك والشباب وكلامنا في مطش الزمالك والنصر نفس المعيار المعيار بالنسبة لنا لما سافة فرقة ولا لعبش في الكرة ومش شافة في الكرة الفرق بالنسبة لي الإيد في وضع طبيعي ولا مش في وضع طبيعي مكبر الجسم وبالتالي الحاجة طبعا في الملعب محمد يوسط ما شافش اللطة دي الإيد لما تخرج برا الجسم بالمنظر ده خدت مساحة وبالتالي المدافع عمل الريسك الريسك ده يعاقب عليه لو كراجت في ايده وبالتالي لما كراجت في الايد محمد ديوسف المراه شافه ما يخدش ثواني على البار فده اللقطة واضحة وراكل الجزاء صحية تم احتسابه هايل ناخد اللي بعض الله وزديد حسن اه ده عمر حكاية اه انا جبتها طبعا عشان احنا يومها اتكلمنا على اللقطة اه اولا محمد حسن مش متسلل تمام كمل النسبة بالنسبة لنا لكاد ايده ولا رجله اه اللقطة التلفزيونية بتقول انها مجادش في ايده حل تمام حل الكلام في اللقطة دي كتير وقد خدت لقطة لقطة طبيعة انا اقول لك بقى التفاصيل بقى الكواليس اللي محدش اعرف يالله تعالى تعالى الكابتن جاد بقى عشان هيقول لها كواليس مهم اه انا اتكلم عن كواليس في اللقطة اللي حدش اعرف اللقطة دي الحكم لما خرج الفار ناسس انا استغربت الراجل عمل شغل وتيني اه هو خارج اللعيب قال له جات في ايدي بس مش متعمت طبعا هي عدم تيجي في ايدك خير متعلم اللعيب قال له قال لي الحكم التفاصيل بقى دي انا عرفتها بعد بس انا بتكلم على اللقطة انا حللتها واللقطة دي لما رح بعدتها للجروب بتاع الفيفا على فكرة كله قال جول اه محدش اختلف وكابتن احمد العجوز مدير الكوال لو تفسكي لها بنتكتماعات انا عرفت من الحكم انا عرفت من الحكم طب بتحكي الحكم انه الراجل قال له ده كلام اول مرة يتقال قال له انه جات في دي بس مش اسد اللعب نفسه اعترف للحكم اللقطة دي حكمية اللقطة نفسها شافت في كل الدنيا اللقطة دي من غير تفاصيل الجول لا وعلى كلام اللي حرك قلت دوت لو كابتن احمد غندور كان راح شافها من غير ما اللعب يقوله كده كان ممكن يحسبها عادي يقول احمد لو من اللعب ما قالوش كان رجح حسب الجول بالضبط ما عندوش لقطة تقوله ان الكرة مش جول مش واضحة اهو لمسي تياد ما فيش لقطة تقوله ما فيش لقطة موجود عنده تقوله ان الكرة لمسي تياد بس هو سهلة عليه هو اللعب اللي خلصها له صح هو راح يقدي واجب ان انا اشوفها بس اللعب قال لي خلص جات في ايدي معنا جات في ايدي وخلص بأي شكل من الاشكال بيعاقب عليه صح عشان كده حتى الناس قالت هو بسرعة عليه كابتن احمد ملحيش يبص ليه كذا مرة ده لا سألت نفس السؤال انت بتكلم على قرصة قرصة بإلغاء هدف قرصة مش سهل بص كذا ومفيش وراء عادة واضحة مية في الماء واللقطة على فكرة التحكمية دي اللي جاباله الفارد مش واضحة صح ولا يمكن غير بقرار ولا يمكن تقول لي لمسي تياد او مش لمسي تياد بس انت بتقولين انتاكم التحكم لما تقلوا من كده من اللعب نفسه طبعا الحاكم مش اطلع اقول ده بس انا اقولك لما تقلوا من اللعب نفسه او كابتن جاد قال لنا معلومة الاول مرة دي انا وعرفتها بعد المتش اه لما اللعب قال له جدا وخارج انا جات في ايدي بس ما كنتش قاصد هو عارف بخلص مدام جات في ايده وخلاص يعاقب عليه وبالتالي بنتكلم على القرار اللي مش ظاهر في اللقطة ان انا لمسي تياد لكن انا بتكلم كلقطة تحكمية ايو عاشي انت ساعتها وقلت لا هي جول لا ما اللقطة تحكمية دي طبعا بالفيديو خدها في اي فيديو تيست صح هدف صح هدف سليم صح وانت لو حاكم في المباراة واللعب قال واللعب قالكش وروح تشوفت الشاشة هترجع الهدف ولكن لو قالك هتحسيك هتريها لا ما هو خلاص هو الرجل اللي هو قالك ان رجل معترف فخلاص هاحسب عليه بقى خلصت اه فدد الله حسب اه انت سهلتها لي لكن الصورة واللقطة دي بعدتها انا بعدتها عشان برضو حصل فعل لغط كده بعدتها المحاضرين مفيش واحد قال لمسة يد غريبا محمد حسن بعد كده نزل بيان والاسماني نزلوا بيان انه والحاجة دي كلها اللي تم اللغط انت عافت اللقطة الصورة من غير الكلام خالص هدف سليم ودي انه اللعب نفسه ما اعتردش لو تفتكر في اللقطة نفسها وانا لما انت فاكر انت لما تكلمنا في القصة دي بمحل اللي دي مش مشكلة انا كتحليم بس دلوقتي تتفسرت ليه ما اعتردش اه ما انا عرفت بقى التفاصيل بعد كده التفاصيل ما اتقلت بعد الجدف احنا نتكلم بس الصورة دي كل لقطة تحكمية عظيم جد ناخد اللقطة اللي بعد عشان جد اجبتها لنهارده فاكت مهمة اجيبها لنهارده طبعا ده كان هدف الاسماعيلي في الزمالك واستمر اللعبة طبعا من مرحلة البناء محمد عدل راح شافها وكان فيه خطأ واضح على لعب الاسماعيلي في نص الملعب كملت دي جول ماشي حكم الفي ار استدعى الحكم وقاله ان فيه خطأ اللاطة دي الرجل خش بالرجل الرجل في الرجل مباشرة فيه خطأ موجود على لابز الاسماعيلي دي مرحلة البناء الهاجمة فكملت بعد كده ورجع وكمل الاسماعيلي واحرص منه هدف وبالتالي كان لازم يرجع للخطأ اللي موجود ده وطبعا محمد رجع واحتسب الهدف اصرر احتسب الهدف بس دي تحية للناس اللي موجودة في الفار اكتر من كابتن محمد عادل كمان ان هم جابوا اللقطة من الاول خالص كابتن جاد محمد على فاكرة ما احتسبش احتسب الهدف يعني محمد اخطأ في اللقطة كمان لما خد اللقطة حكم الفي ار عمل دوره بس انا كحكم اصر على الهدف بس ده طبعا الفار طبعا لا ما هلازم يجبها انا برجع لمرحلة البناء لا انا بكلمة ان انا نشيد هنا بالفار انه جابها من الاول خالص لازم لازم ده 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 تعليمات بنتقول فار بجيب اللي بجيب الابي بي بتاعت ليه تفتكي الكابتن محمد عادل حسبها بعد كده هو ما اقتنعش بالفاول ده ده واضح هو ما اقتنعش بالفاول بس واضح بس واضح لأ كرة كرة خطأ وقلنا يومها خطأ هو حكم محترم وحكم كويس لأ حكم الناس اللي حكام اللي يتسك في نازاياتهم كمان طبعا ده ماتشة زمالك بروكسي في كاس مصر طبعا ما فيش فار واريد عبدالرازم من حكام ده من الماتشات اللي عميت حكاية لأ ما عافك يا واضح عبدالرازم محكم الممتازين بس انت كتر لعبك بالفار ما خليك دعيت يعني انا ماتش زداء انا مبلعبش بالفي ار موجود معايا فانا لازم اقرب لازم اشوف انا كواليد بقى يشوف واليد المسافة البعيدة اللي موجود فيها ميشوفش اللاطة دي طبعا المسك الواضح وراك الجزاء الصحيحة للبروكسي ما تمش احتسابه ما فيش فاطة عن فار في الدور ده غريبة غريبة كرة دي ولأ ما سهل هو لو قرب كان شافة ولأ والفار لا ما فيش فار المدور ده ما كانش في فار هو بلعب في الملعب كان في فار هو لأ خلاص من كتر الليبن ايوة صح هو دل هو دل اللي خليها ما يشوفش كويس يعني انت لو رجعنا اللقطة اولانية خلص المسافة بتاع الحكم لو رجعنا اللقطة حكم المساعدة هو لو بقى بلعب من غير فار لازم عندي ألارم معايا ان انا بعيد لازم انا لاشوف حكم المساعدة هنا مالوش دور مسافة دي صعب يشوفه صعب انتعرف لو جاية مثل اليمين شوية يقرب منه ممكن يخذ القراءة لكن في المسافة دي استحالة يشوفه في المنزل عظيم فدي راك الجزاء ما تمش احسابه حس انه اللي فهر خلاص مبقى الشينف هم مبقاش موجود فيه المباراة في أي مكان خلاص مبقى الشينف ولو مباراة ودية لازم نفس الكلام يعني العاقة يا برضو وجود وريد بالمسافة دي ما يقدرش يقرر لكن دي كانت راك الجزاء تانية بس دي بقى الحاكر المسافة دي مفهود يشوفه يعني يشك فيها ما يكتهاش يعني المسافة برضو في المكان ده بس يعني اللي تتكلم على رجل في رجل في الارض الشد ممكن يشوفها سهلة فوق لكن الرجل في رجل في الارض دي لا يمكن تأكد منها وبالتالي هو وصول لعب الزماليك بالمنظر ده كان في حكاك موجود في الزاوية الورجون كمان هتوضحها بصور أسكر هاد الزاوية اللي بعد كده لو في زاوية الورجون هتوضحها بصور أكبر ضي جابة الرجل في خطوان العاقة هت موجودة بوش على رجبة حتى بالضبط هي لفوق هي لفوق أي يحتاجه بيحصل ده تعمل العاقة فالعاقة موجودة وكده راك الجزاء صحيح ما تبشي حتسابه برطو طبعا في ماتش كاس مصر وعصرت طبعا الراكليتين جزاء للفريق بروكسي المجتهد وما تحسبتش في الماتش وخرج بالأخطاء دي من كاس مصر فكده أخطاء كبيرة في الماتش نسبة في إيجابيات في سلبيات احنا بتكلم أن نجيب ده لده فشال الناس تشوف أن فيها موجود إيجابيات وماتشات كويسة وموجود أخطاء موجودة فده طبيعي جدا أنا فكرة لا تعرف الأهم يا كابتن وقف هذا الحالة لاحظة معلش الأهم يا كابتن جاد اللي احنا لنا وإنت ومعظمنا بيتفع عليه أن الحكام عندنا عندهم نزاهة لا ده مليون المياه لا تحكين مصري ما حدش يفكر في تحكين مصري بأحد الأحوال أن في حكم مغرد أو حكم لا يمكن عشان كيه وإحنا بنفرج ونقول حالات إحنا مش قصدنا أنه الحكم ده كده حكم اللي قضى الله سعى سعى لحاجة هم نقول أخطاء يتعلموا منها ويساعدوا بعض دولي لا عادي عادي موجودة في كل الدوريات بس هم نتكلم إيه إحنا عايزين نطور عايزين نبقى أفضل ده من دورة الأفضل يعني بالضبط ده مطش الأهل والزمالك أنا جبت اللقطة دي عشان أنا اتكلمت في مطش النصر السعودي كان نفس اللقطة اللي يمتدد الإيد بتاع ديانج دي في جنب أو ظهر لاعب نالز زمالك اللي يدي الممتدد دي الزائب يا زيزي طبعا البنما كان قريب ما شافش الامتداد ده زي برضو رضوان جيد في مطش النصر ما شافش الامتداد بتاع الإيد بتاع علاب النصر الإيد لما تمتدد من المنظر ده في الجنب كان مليد المنظر ده دفع واضح حكم الفيار استدعاه وراح شافها البنما ما خدش برضو على الضر ثواني ورجع احتساب رأيك لجزاء صحيحة كنتم في صلاحة دي لفتوح في مطش النصر في البطولة العربية الإيد الممتدد دي تحسب عليها يدارب الجزاء يدارب الجزاء وتم احتسابها والبنما ما حسبهاش قرب المسافة على فكرة يا كريم احيانا بتقيمة مش ميزة قرب المسافة ما تشوفش كويس التفاصيل دي ما تشوفهاش فلما يروح شوفها في الفيار رجع حسب وراح الجزاء صحيحة عظيم ده مرش اللي قال لهم منتقى بالسويس في الكاس الكلام طبعا اللي أصر الجدل كبير التسلل من ركلة مربو في المطش ده مفيش تسلل من ركلة مرمى مباشرة اللي بيستلم الكورة من ركلة مرمى مباشرة مفيش تسلل طبيعي ده موجود انت في حاجات كده تستلم منها الكورة مفيش فاها تسلل ركلة مرمى ركلة مرمى ركلة مرمى ركلة مرمى ده الحاجات اللي بتدايق ده قانون ده الحاجات اللي بتزعم هو على فكرة الحكم المساعد على فكرة حكم المساعد وعد صاعد القصة مش قصة هو مش عارف هو مش مركز في اللقطة دي بس هو طبعا معروف ان راكد المرمى ممفيش بها تسلل وبالتالي كان خطأ وننسي كلامة فاكتير اللعبة دي ده مرش العلوي الزبانك دي فيها حاجة الكرة دي بكلما احنا عجلنا ان الهدف سليم ما كانش فيه تسلل ولمساعدة احنا نجد من مساعدة اخطأ وفي مساعدة برضو مركز وكرة دي ما كتش راكت المرد كتش راكت حرة والتالي عادي ما فيش حاجة وراجل كان ما تغطي ما فيش خطأ موجود هنا قبل في الـ A-B-B بتاعتنا ما فيش خطأ معلها بالنادي الاهلي حيث ان كمل وهدف صحيح حيث نتكلم ان زي ما فيه ممكن حاكم مساعدة يخطئ فعندنا برضو حاكم مساعد مركز واللاطة جامعا بعيد أنا ما عنديش مشكلة في الخطأ التأديل عندي مشكلة فيه خطأ في القانون لا هو ساعدة عدم تركيز هو الخطأ بتاعه دي راكت الجزاء تم احتسابها للمصري الرجل الممتد ده في المنظر ده وعاقة واضحة والحاكم موجود في مكان ممتاز لما تبدأ زوية رؤية واضحة المكان تاخد منه قرار يعني انت خدت مكان مميز زوية رؤية كويسة تاخد القرار الصح وراجل الجزاء الصحيح تم احتسابها الميزة الكريم في الراجلات الجزاء دي لما حاكم احتساب في الملع حتى معاكم الفار بس حاول انت كحاكم تجتهد وتوصل انت تحتسل في الملعب والفار يأكد قرارك هو ده المطلوب في التحكيم مش الفار معناها انت تتكسل او متاخدش قرارك لا انت اشتغل معاك اي نعم فيه الفار موجود لو لا قدر الله مش تاخدش وفيه القطاط الصعبة على العام البشر يشوفها وبالتالي زاعدها هتدخل الفار لكن طول الوقت تعليمات انت اشتغل في شغلك العادي اخد قرارك في الملعب وبعد كده الفار يراجع على قرارك عشان في الاخر يبقى فيه تماثر التحكيم طيب هيل انا عايز تألك سؤال لما دايما بنقول كلمة عايزين تطوير في التحكيم هي ايه التطوير يعني ايه تطوير لبقى قصة كبيرة الموضوع التطوير انا عايز منها ولو عناصر او حاجات نفهمها عشانها دايما هي الجملة سهلة انا كريم بطلع اقول ايه اجابة محتاجين التطوير في التحكيم زميل ليه عايزين تطوير في التحكيم الجمهور عايزين تطوير في التحكيم اه اللو ايه يعني التطوير ده باشي بص التطوير هو في التحاد الدولي وتحاد الافريكي ومفروض يبقى موجود في التحاد المصري انت بحط خطة عمل عشان تشتغل على التحكيم مش السنة دي بس سنين متدالية عشان تستمر التحكيم بصورة كويسة في ادائك في الدور المصري وتجهز الاساس بالنسبة لك تجهز حكام يروح كاس عالم هيل ده الهدف الاساسي للدوري وكل الحاجات الداخلية والنحلية انت تجهز حاجة لكاس العالم سواء منتخب سواء حكام صح التطوير بتشتغل على كذا محور محور لا الخطة العاجلة اللي هي السنة دي بقى حد حكامي عشان دور ينجح بتاع المستوى الداخلية والتالي سمعة الحكامي حاكل مصري ده متشافين يخرج بره بسرعة محترمة الحاجة التانية بجهز جيل تاني وجيل تالت يشتغل على التحكيم عشان يجي سلم جيل ونستمر وفي نفس الوقت خطة مستقبلية للناس اللي صعدة ولهم الدرجة التانية والدرجة التالت اشتغل عليهم الموضوع ده يعني اشتغل عليه السكات الناجي جويني في الاتحاد القطري 15 سنة حاليا فيه اكتر من 4-5 اجيال جهازهم في الاتحاد القطري اجزملك ان ما فيش كاس عالم جاي مش هتلاقي فيه حكا من قطري هاي طيب التطوير ده معناه انه مثلا امور بدنية امور فنية محاضرات كل حاجة يعني ايه كل حاجة طيب ده مش موجود لا على الارض عندنا في مصر لا صح احنا نتمنى يبقى موجود للموسم الجديد الراجل يشتغل عليه بيقولوا ان الحكام بيتضربوا في اماكن مش مؤهلة معسكراتهم في اماكن مش جايدة هل الكلام ده مظبوط بصة كريمة انا جبت على صفحتي الشخصية معسكرة الاتحاد القطري لابن حكام الاتحاد القطري لان بداولة عربية ومعسكرة كمانه في تونس حاجة اللي كنت بعمله في كيس العالم اللي كنت بعمله في الاتحاد الافريكي ايه احنا ايه اللي ناقشنا ما هو انت بتاعي عشغل كل محاور مش محاور واحد عشغل البدني عالفني عالثقافي احنا بقى لنا فترة كبيرة جينا بالثقافي مهمل اوضيط الحكام اول بول معلومات التعديلات في القانون كل حاجة كل حاجة اللي نتكلم عليها ولازم الشغل العامل في الملعب مش موجود برضو فترة كبيرة ما بنشتغلش العكام في الملعب اللي حكم المسؤول او الخابير المسؤول لازم ينزل الملعب على الحكام يطور من اداة حكامه شغل الفار اللي برضو جاب سرعة ونسكر الناس اللي اشتغلت عليه بس برضو ما خدش الوقت اللي ممكن نخرج بالكفاءة اللي نستفيد من التجربة انت اقل تدخل ممكن مع الفار لا اكبر استفادة ممكنة ده اول حاجة في برتكول الفار اقل تدخل ممكن مع اكبر استفادة ممكنة احنا للزم نقوم ندرب تدريب كافي ونشتغل فترة كبيرة زي ما اتحد الانجليزي اشتغل زي ما الناس اشتغلت يشتغلوا فترة كبيرة allen عشان لما تخش بقى تتتتتتتتتتتتت تحس بالتجربة احنا عندنا الفار هو اللي يعنوب لها مشاكل صح وبالتالي انت متضردش على لك كويس عOOM محتاجك دلوقت تعمل ايه خلص نحن احنا لو احنا امر واقع محتاج تشتغل عليه كواس جدا تدريب تأهل حكامك بصورة محترمة جدا على الشغل دو تشتغل عليهم الثقافية على الجانب الثقافي والفكر الجديد كل حاجة قضيت اللي تشتغل عليها تشتغل على الجانب البدني كل الجانب ده محتاجة شغل محتاجة لجنة محترفة تشتغل 24 ساعة التحكين من غير كده بنضيع وقت هيلو الجرة العادة في مصر الحكم المصري الجميل المحترم الكبير اللي بيدين مباراة في كاس العالم بيبقى موجود في منصب كبير في لجنة الحكام المصرية فين بقى الكابتن جاد جريشا من لجنة الحكام المصرية بصك كريم انا هقولك على واقع انا عشته 2008 دخلت قائمة دولية عادت 2008 2009 2010 كل زميل الحكام في قائمة دولية سفروا بطولات انا لا انا كنت عنده ماتشاط وعمل ماتشاط في تحاضي افريقيا كنت يعني دخلت قائمة دولية 31 سنة عادت ثلاث سنين بلعب ماتشاط بس واحد جامل اقاليم دخل قائمة دولية فما فيش له ظهر اللي ممكن يزوقوا عشان عادت ثلاث سنين كل زمال يسافروا يروح بطولة يعني ما انجحش يختبر اللي يقع ويرجع ست حكام اللي معاي انا السابع كنت رقم سابع كنت اصغر واحد فيه كلهم جرابوا وانا صبر عندي صبر على فكرة طبيعية 2011 جاء باشمان تستر باشمان اللي بحييه ربنا الدور الصحة مسك لانجت حكام الحكام الأفريقيا كان كل حكام مصر جرابوا شافني في ماتش الأهل المصر او الزمالي كل مصري في بورسعيد والاستيك كان فل وعملت ماتش يومها من ماتشاط الهيلة يعني في حياتي في تاريخي والرجل شاف الماتش ده تخيل ان كل مصر كلمته على ست حكام عدا جهات جريش هو اللي شافني بعينه هو مش حكم بس شافني بعينه فلما رحت المعسكر النغبة 2011 كان كل زمالي تجربوا خلاص قعد ثلاث سنين بتفرج ومنتظر ما فيش مشكلة بس لما تيجي الفرصة بقى وانت جاهز ومجهز نفسك وبقالك ثلاث سنين من جواك زعلان لانك انت جاهز وعايز تروح تمثل مصر وزمالك بيروحه ما يوفرش ويرجعه وحايش ان انت مؤهل ده فأنا وانا جاهز وزمالي فروحت لـ 2015 قال لي عافية ما فيش حالك ضد مصر قال لي عليك انا شفتك في ماتش المصر وقالت هو ده ماتش الزمالك والمصر قالت هو ده المصر والزمالك قلت هو ده اللي هاخده من مصر لما روحت قال لي سانيا انا خاف منك في اختبار اللياقة لان كل الحكام مصري في الفترة التاسية فتو بسقطه فانا يومها كنت من افضل حكام حتى عسم الافرقاء في الاختبار اللياقة وانا كنت جاهز انت بقى لك ثلاث سنين من مؤهد نفسك فانا ما عنديش استعجال انا عزيز ترك من قصة دي انا ما عنديش استعجال في حاجة فانا برضو صبر كل الصبر ان شاء الله لما اجيلي الفرصة في حكام المصرية اي ان كان للوقت مجهز نفسي ومجهز خطتي ومجهز شغلي ان شاء الله زي ما انجحت في التحكيم وصبرت السنين فانا صبر برضو منتظر فرصتي عشان برضو ننجح في ادارة تحكيم مصري زي المدربين كده فيه مدرب يقول لك يا اما الرجل اول يا بلاش هل لو جات لك فرصة ان تشتغل مع بريرة ترفض ولا توافق بص الفتر اللي فاتت ناس كتير اتكلمت ان جاءت جاء اللاجنة اهو ما حصلش تواصل الراجل ما كلميش لكن هو لو حصل تواصل هاعد معاه اه اه لو قال لي تعالى نقعد ونتكلم هاعد معاه واعرض خطتي عليه واعرض واحدد دوري معاه انا في الاخر اعزقنا في التحكيم مصري فلو ده حصل واعادت معاه وتوافقنا ما عندكش مشكلة خالص انا في الاخر التحكيم مصري خيره علينا هو اللي عمل اسمي صح لكن اللغة اللحظة باكمة كفادي اول ما حصلش تواصل سانية ما عادش معاه اه سالسا ان عندي خطتي اللي هشتغل عليها مش هنفع شتغل هو عنده خطته اكيد يعني انت مجالس خطة ده من اول يوم خلاص تحكيم اصلا يعني يعني بص خطة واسماء اللي هشتغله معايا اه وهنعمل ايه انا عوز رواجع الحقيق كريم كمان محدش تكلم فيها خالص اه انت عمك مشكلة طول الوقت في الفلوس للحكام اه طب انت اللي هم تتكلمش خارج الصندوق انت كلاجنة انا عندي التشيرت بتاع الحكام ده لازم ابيعه ايسو يعني كل الدوريات بتبيعه كاعلانات وفلوس ده يخصص للحكام تطوير مسكرات مستحاد حكام انا هشيل على كاهل اتحاد القرى وعن الدولة فلوس دي بس نيه تفتكر بحدش فكر فيها خالص ما انا الغد دلوقتي الاتشيرت ما اتبعش انت لو اعلنت بكرة تشيرت الحكام يتبع هتلاقي سبونسر واثنين وثلاثة ام اللي حضر ايطالي الاتشيرت الحاكم بيجري تقيل اول اعنات عليه اقول لك حتة انا مش راجل مش بتاع تسويق اوش بتاع انا بس اقول لك الحزب بتحصل ازاي فاضح انه ممكن يبقى فيه معلنين نفسهم مش عايزين ينزلوا على تشيرت الحكام يقول لك ليه يقول لك والله يا كابتن جهال ده كل مطش بيتهاجم وجمول ايه اللي مش عارف بيعمل فيه وجمول الزماني مش عامل بيه ايه فانا كده ببوز البراند بتاعه والمنتج بتاعه لو نزل على اميش الحكام والحكام في مصر كده كده مش متهيق لهم الظروف انه عندهم الامج بتاعت الماركتينج بشكل كويس فالممكن يكون مثلا انا بقول لك انا بقول لك كده عشان اظن انه اكيد في حاجة بعرض ده فكرة سهلة انا اقول لك على حاجة انا اظن لو اتكلمت في التجاه للتحكيم المصري وحكام مصري وتقضي على مشكلة المستحقات دي اللي لابت والتحاد الكورة ماشيش اي حاجة انا بقول لك حاجة انا ده على فكرة من الفكرة اللي عندي انا بتكلم على خطة لكل حاجة ممتاز فانا شفت وعرفت في تحاد دولي والتحاد افريكي يعملو ازاي فبالتالي حعمل خطتي ده من ضمن الخطة انت لين مبيحش يشتري تحدي تشتري الحكام تلابس الحكام لبس نظيف يجيلك من سبونسر يلبس الحكام صح يصرف على الحكام مستحقاته متاخدها اول برد اول الحكم اللي بينزل ومش ياخد مستحقاته دوت بيبقى تركيزه مائة في المائة في المباراة طبعا انت بتطلبه باحسن اداء وماخدش حقه هو انا طبعا عايز انجح كحاكم بينزل ملعب عايز انجح فانا بقولك من ضمن الخطة انت تتكلم على كل التفاصيل اللي موجود على ذلك الحاجات دي كلها الخابير الاجنبي ما عرفهاش فلازم اللي معاه ينورله الطريق لازم اللي معاه يقولوله ازاي نشتغل عشان ننجح لان انت بالمنظر ده ممكن تجيب خبير واثنين وثلاثة وعشرة والنتيجة هتوصل لنفس النتيجة مش هنجح فانت بتتكلم لازم تنوره الطريق وتقوله تشتغل ازاي عشان انا عايزت انت كواحد مصري موجود ما عايز ينجح وهو كخبير عايز ينجح فانت لازم تطلقه في السكة دي ولازم تقوله كل الحاجة بصراحة توضح للامور والحاجة الاساسية في الشغل كمان وفي الخطة ان انت تعدل بين الحكام العدالة من الحكام دي هتخلي الحكام ينزل ملعب يعدلوا بين الان دي يمش موجود بقالنا فترة كبيرة بنتكلم في النقطة دي والحكام ما بيكلموش فيها لان انا كواحد موجود في المنظومة ووراء بالحكام فيه قصور كبير جدا في العدالة بين الحكام انت مازلت قريب من الحكام المصري كل الحكام بيكلموش للناس هل الحكام فعلا جات عليهم فترة كنا عايزين يعملوا وقف احتاجات او اعتراض او مقاطعة للمباريات بسبب مستحقتهم لا مقاطعة ما نطعتش بيها لكن وقفة كان عايزي مرة بس كان مقترح كان مقترح كان في يوم مؤتمر بريرا سابق الغاء ان يفعل حكام يروحوا للمؤتمر مع الصحفيين يقفوا عملوا وقفة في اتحاد الكورة فكان ده سابق غال مقتمر انا بقول لك بحاجة في كواديسة هوا سابق غال مقتمر الاساسي ان كان حكام نوين يوم المؤتمر ده يروحوا يقفوا في اتحاد الكورة عايزين حقنا الاتحاد دلوقتي برضو دينا تحركت يعني برضو احنا كنا من طالب المستحقات بتطلع 22 مليون بدأ تتحول على عرصة الحكام او كلها عام حسابات للحكام وده شيء ايجابي جدا فالحاجة اللي نتكلم فيها فمن 30 مليون المتأخرين طلع مستحقات القطعات قسم ثالث قسم رابع قسم ثالث قسم ثاني جزء من قسم الثاني بقى بفضل 8 مليون لجزء من قسم الثاني والدورة الممتاز فانت تجي متأخر احسن ما تجيش خالص اهيوه لا زي فوري جابتين جاد دايما بتشرفه دايما بتنور دايما معاك الحوار ممتع جدا شكرا 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 لسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل محمد جمال معاش وكواليس حلوة خليكتكم معاك اعلن بحضراتكم مرة اخرى اشرفني من اوانك العادة صديقي العزيز محمد جمال زي ما قلت لكم قبل الفاصل مع كواليس النهاردة كتير جدا مهمة جيمي بنور النهار حبيبي اكيب اكبرك اكبر صوت ان انا مجد معاك كله حالي عايز ابدأ معاك بالوكتوري واحنا داخلين واحنا معايا حاجة الاول مرة هاولا عن احمد الكندوسي وعلاقته مع النادي الاهدي احمد الكندوسي يا كريم يعني ده ده مش سر على حد في بداية الكلام مش رأي المرة لا لسا الباقي اه لسا انه انه الراجل خلاص الاهل بيفضي مكان للمهاجم وانه ما عندوش حد ممكن ان هو يستغن على النوم او ان هو يطلعه اعراء غير احمد الكندوسي من الاجانب من الاجانب طبعا عشان يفضي مكان الاجانب مش هتعاقد مع مهاجم اجنبي تمام تمام احمد الكندوسي كان رافض تماما لفكرة الخروج احمد عندو مشكلتين المشكلة الاولانية هو مش حابب يطلع في الدور المصري حتى اللحظة اللي بكلمك فيها المشكلة التانية انه احمد الكندوسي بياخد 450 الف دولار في النادي فالربعمائة وخمسين الف دولار ما يعادل يعني بالمصري حوالي 15 مليون جنيه تقريبا فال15 مليون جنيه دول ما فيش نادي في مصر ولا حتى في الجزائر هيديله ال15 مليون جنيه طيب ايه بقى الجديد انه دي الاهلي واحمد الكندوسي وصل لهم عرض رسمي وده اللي احنا بنقوله الاول مرة من فريق شباب بلوزداد عرضين على احمد الكندوسي انه يكون اغلى لاعب في الدور الجزائري في الدور الجزائري كراتب عايزين ياخدوه اعارة لمدة موسم ومش عارفوا اشتروه من النادي الاهلي فياخدوه اعارة لمدة موسم انه يكون اغلى لاعب في الدور الجزائري وياخد 320 الف دولار حلو ده اعلى رقم خاصة ان الكندوسي يفضل انه لو يطلع اعارة يرجع الجزائر حلو خاصة ان شباب بلوزداد بيشارك بدوري ابطال افريقيا الموسم الحال حلو رسمي محلي لاستعارة احمد الكندوسي مقابل تمانية مليون جنيه لأحمد الكندوسي اعارة مجانية يعني سراميكا كليباترا عايز يستعير احمد الكندوسي استعارة مجانية مقابل انه هيدفع للكندوسي تمانية مليون جنيه اه يمشيدي الاهلي حاجة وهيدي وده نفس الامر من نسبة لبلوزداد تقريبا نص سراتب بتاعه تقريبا تقريبا نص صحي عشان الناس كتير كتير كتب بتكلم منو قريب من سراميكا اللعب رافض تماما للعرض المالي بتاع سراميكا كليباترا يفضل انتقال لشباب بلوزداد الاقرب حتى هذه اللحظة الاهلي كل القصة ان الاهلي عايز مقابل او على الاقل يده للعيب لانه العيب عايز الرتب بتاعه كامل تمام او على الاقل اللعيب ياخد الرتب بتاعه كامل انت قلت شباب بلوزداد سيراميكا كيلو باتر دور العرضين الموجودين رسمي بس اضيف لك واحد كمان ممكن يبقى رسمي مجردات حديثة ونادي زاد نادي زاد اتكلموا ومشكلتهم نفس المشكلة اتكلموا وكلموا قبل سيراميكا وقبل شباب بلوزداد شباب بلوزداد اتكلمهم فترة واختفوا وراجعوا تاني لكن عندهم مشكلة ان هما كانوا بيحاولوا يجددوا لعيب الوسط الملعب وراح نادي الوداد صفقة انتقال حر ما عارفوش يجددوله فعندهم ازمة كبيرة ان هما زكريال الدراوي زكريال الدراوي واحد من نجوم الدور الجزائري وانتقل لنادي الوداد فما عارفوش يجددوله وانتقل من حوالي عشر ايام لنادي الوداد المغربي فبالتالي وسط ملعبهم في مشكلة فعشان كده بيقدموا الراتب ده بالمناسبة اللي هو اقل من راتب القندوسي مع نادي الاهلي ده هيكون اغلى راتب للاعب في الدور الجزائري ماذا عن محمد عبد المنام والعروض اللي اسمعناها من نادي النصر ونادي التحاد جده السعوديين طيب مبدئيا كده بس عشان ناخدوا الامور واحدة واحدة هل هناك عروض وصلت للنادي الاهلي تخص محمد عبد المنام من اي حد؟ لا الاجابة لا هل هناك عروض شفاهية لمحمد عبد المنام او وكلاء بيتكلموا معاه؟ اه هل ده النهاردة؟ لا من يوم تلاتة يوليو لحد النهاردة اكتر من شهر كلام شفاه كله كلام شفاه طيب تواصلنا مع الناس في نادي اي النصر والتحجد النصر والتحجد ها وعكس ما يتردد انه الناس بتقول انه مش موجود اصلا على رادار النصر والتحجد خليني اقول لك القايمة بالاسماء وممكن الناس اسمعك كم ده الاول مرة الاسماء اللي النصر بيفوضها والمناسبة هي اسامة كبيرة جدا والاسامة اللي التحجد ده بيفوضها وترتيب محمد عبد المنام فينا عالقايمة دي حالو يلا بينا رقم واحد ستيبن سافيتش مدافع اتلاتكو مادريد دمين او النصر والتحجد النصر اتنين لونجلي عنده بشكل كتير او مع برشلونة وهم عايزين ياخدوه من برشلونة مختلفين على قيمة المالية وبقالهم فترة في القصة دي تلاتة مدافع فريق بروسيا مونشنج الاتباخ دولي الياباني إيتا كورا في صراع مع نابولي هو حابب يروح نابولي ويلعب بشامبينز ليج وخاصة بعد ما المدافع الكوري انتقل من نابولي لباير ميونيخ فعندهم مشكلة في قلب الدفاع 4 محمد عبد المينة 4 محمد عبد المينة في أولويات النصر رقم 4 5 اريك بايلي هما عندهم مشكلة في اريك بايلي ان هو اصاباته كتير عشان كنت تحط في لعب مانشستر ناوته طبعا طبعا اصاباته كتير وكان بترشيح بالمناسبة من كريستيانو رونالد ان هو يكون موجود لدعم المشكلة الدفاعية فيما يخص النصر في ترتيب محمد عبد المينة في القائمة دي رقم 4 ادروا يجيبوا رقم 1 ادري يجيبه رقم اثنين ادري يجيبه رقم ثلاثة فهو موجود في القايمة هل هل في عروض رسمية تانية بعدها لما فيش عروض رسمية خالص طيب اتحاد جده اتحاد جده اول لعيب اتحاد جده وكان عايز استكتب اسمي كبير بعد اصابة احمد اه حجازي كان سيرجي راموس حلو من باريس سانجرمان امور صعبة جدا سيرجي راموس حابب بياخد التجربة دلوقتي بيفضل انه لو هينتقل من بي اش جي انه يروح فريق انتر مايامي فالامور وقفت رجع التاني رجع التاني في تنافس ما بينهم وبين اهل جده وارد جدا تلاقي اهل جده خد سيرجي راموس وارد جدا اتنين توديبو كان لعيب بارشلونة السابق وبيلعب فيه الدوري الفرنسي في نيس هو اللعيب رقم ثلاثة لعيب رقم اثنين روديجير روديجير هم عايزين يجيبوا روديجير ريال مدير يدرافض تماما اتخل على روديجير باي مقابل مالي في الفترة الحالية لكن انا بقول لك القيمة بتاعتهم ماشية ازاي اربعة محمد عبد المالي فهو رقم اربعة في اختيارات النصر رقم اربعة لكن اربعة من خمسة هنا هو رقم اربعة من اربعة واخيرا في خياراتهم اللاعب المحلي الوحيد اللي بيحاولوا يجيبوه برقم بصفقة ستكون الاغلى في تاريخ الدولة السعودي اذا تمت هو حسان تنبكة المدافع الاساسي للمنتخب السعودي واحد من افضل المدافعين العربي اللي موجودين دلوقتي ومدافع نادي الشباب لكن الشباب حتى هذه اللحظة رفت تماما اتخلوا عنه اللي بابوها يجيبوه بكم مسلا الرقم المباقي اللي تكلموا فيه شفايا ما قدرت الشباب 20 مليون دولار طب لو هيجيبوه محمد عبد الملعب مفيش ارقام محطوطة انا بقول لك على رقم حسان تنبكتي لانه ما تكلموا فعلا ما قدرت الشباب اسألك انت شؤال العادي لو انت دلوقتي موجود في النادي الاهلي وهتوافق على بيها محمد عبد الملعب مش اقل من 10 مليون دولار مش اقل من 10 مليون دولار ليه لانه طلع للخليج لو محمد عبد الملعب رايح دوري انجليزي رايح دوري اسباني وهقدر استفيد منه بعد كده بعواقب تانية كتير وهقدر انه اللعب نفسه قيمته السوقية تزيد وتعال انه رايح بلعب في دوري من الدوريات الكبرى ممكن اوافق على نص الرقم 56 مليون دولار طبعا عايز سألك على الصفقات الموسم ده شايف مين عمل ابرز الصفقات شايف ايه ابرز الصفقات اللي اتعملت حتى هذه اللحظة طيب خلينا اقولك انه اكتر ناديين طبعا في الكورة المصرية طبعا اكتر ناديين واحد من حيث العدد واحد من حيث الكواليتي ودعم المراكز وتغطية معظم المراكز رقم واحد هو زد زد عمل تعاقدات مهمة جدا وخلينا اقولك انها مهمة عشان الكواليتي علشان النوعية طبعا احنا اكتب لكده وبعدها تاني هما 8 من 13 صفقة اللي خلصوا في زد كلهم من النادي الاهلي X الاهلي يما من الناشئين والاهلي طلعهم اعارة او بيع او استغناء كلهم من النادي الاهلي احمد سيد عبد الرب النبي حمدي موسى محمد اشرف كل اللاعبين عشان مستشد ابو شدي حسين وعلي لطفي كل اللاعبة اللي راح تزد من النادي الاهلي 8 لعبين من ال13 4 لعبين اجانب منهم 2 تحت السن 3 تحت السن عفوا ففرقة زد فرقة نشطة جدا جدا في المريكات وجايبين خليط ما بين الاسام الصغيرة والاعمار الصغيرة وما بين اللاعبة اللي عندهم خبرات زي مدربنا مثال بعلي لطفي وبشادي حسين ده زد على صعيد الجودة انا بكلمك في بيراميدز بيراميدز بيعمل صفقة كبيرة جدا لما يقول عنها رسمية لكنها انتهت صفقة ثلاثية واشرف لسه اشرف بن شارقي قصة متوقفة على الاقولولك حال في قرار غير معلن من ادارة بيراميدز بانه بيحاولوا يستنسخوا شوي شوي تجربة النادي الاهل في سقف الرواتب سقف الرواتب بقالوا من سنة ونص مش النهاردة بيحاولوا يقللوا الرواتب في استثناءات رمضان صبح ورمضان صبح لو جالوا انا بقول لك وعلى مسئوليتي رمضان صبح لو جالوا كونتراك تعوضوا فيه للدفع هيسيبوه هيسيبوه يا رحل خارج الدوري طبعا خارج الدوري المصري فاشرف بن شارقي هما النادي المصري الوحيدة اللي بتوصل مع 10 بن شارقي دلوقتي النادي الوحيد المصري لكن هي قصة كلها انه الرقم بتاع ال 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 10 و 10 بن شارقي انا بقول لك مش هيجي بيراميدز بالرقم ده قولا وحيدا مش هيجي بيراميدز بالرقم ده لو قبل انه ينزل السقف بتاعه لحد مليون ونص مليون ربعمية ممكن ييجي بيراميدز بالرقم ده مليه الصفقة اللي انت بتقول لبيراميدز بوكن يتمها هي دي لا الصفقات بتكلم على صفقات فيوتشر انه الصفقات اللي هي انتقلت من فيوتشر لبيراميدز الثلاسي لم يعلن عنهم الرسمية بيراميدز لم يعلن عنهم حتى رسمية لا شفاهيا ولا عاص عيد الاعلان الرسمي عن طريق صفحاتهم الرسمية بموجود مهند لاشين بوبو ومرعي صفقات نوعية ممتازة بتكلم على تقوية البنش كمان بوجود يوسف اسامة نبيه وصف فاروق عفر اعلن عنه نهاردة يوسف اعلن عنه من يوسف قبلها كمان اه يوسف اعلن عنه من اكتر من يوم فانت بتتكلم التعاقد مع المهاجم بتاع يانجي افريكانز التعاقدات نوعية ممتازة كمان لو قدروا ان هم يجيبوا اشرب بن شرق لكن انا بقول لك طول ما رمضان صبح موجود ابراهيم عادل وجايبين كمان يوسف اسامة نبيه اجيبوا اشرب بن شرق يعملوا بايه فانا شايف ان هم طول ما الامور بتديم بعيد لا خاصة في زل بقاء رمضان صبحي حتى هذه اللحظة اللي حد نتكلم فيها دي فاشرب بن شرق اه في كلام مع بيرامدز لكن انا بقول لك صعب جدا نيجي بيرامدز طول ما هو متمسك بالارقام اللي هو عايز يختم طيب دي جزئة جزئة التانية عن الاجانب اللي كانوا موجودين في الدول المصري احنا دائما نتحدث عن ملف الاجانب في الدول المصري كتير اجانب موفقوش وكان فيه برضو اجانب موفقوش بس كتير اجانب موفقوش مين كان ابرز الناس او اللايبة اللي موفقش المسلم انا اسوأ يعني خلينا اقوله اسوأ من ناحية الفنية عشان بس الناس اللفظ يفهم صح يعني من ناحية الفنية لا اشاف انه فيه صفقات كان بعيدة جدا برونو سابيو اللي متقلق بشدة بعد ما راجعنا دي تاني واحد من حيث المردود مردوده سيء في النهاية اتعقدتم على ايه وفي الاخر لم يؤدي اتنين طبعا طبعا لما اجا اتكلم على اسوأ صفقة بالنسبة لي هو زكريا الوردي وسامسون اكنولا مركز اول ليه رقم كبير سواء انتقال حر براتب كبير لزكريا الوردي او بتكلم على صفقة زيه زي برونو سابيو سامسون اكنولا رقم يتجاوز المليون واثنين من عشرة كتعاقد وبعدين الريتب بتعرق بالنسبة لي بعديهم وانا هي باخد الاندية الكبيرة الاول لان معاهم فسالة زمعهم فلوس ادارة جو بيها لعيبة الحجباري الحجباري لعب نادي فيوتشر مهاجم الناس حتى هتستغرب من الاسمائة هتلاق اسمي لها ما شركتش وما قديتش وما سجلتش وعملتش اي حاجة من الاسمائة اللي احنا بنقولها دي الحجباري في صفقة تجاوزة المليون دولار لنادي فيوتشر لم يؤدي اي شيء هدف وحيد بالصدفة لم يقدم اي شيء وبعدين فسخة عقب بالترى دي العيب برضو اللي خزالني جدا انتوني اكبوتو انتوني اكبوتو للنادي المصري في صفقة كبيرة مش صغيرة وتعمل عليها رو كبير وقت اعلانها انتوني اكبوتو وهو بينتقل كان قبلها بموسم مش الموسم اللي قبلها على طول اللي قبله هدف الدوري قطري فبتكلم على راجل لا بتكلم على راجل معدلات هدفية ممتازة وهدف الدوري ان يجيلي مرتين فبتكلم على راجل لا عنده خبرات وعنده وعنده لم يؤدي اي شيء لم يسجل اي هدف لم يصنع واحدة من الصفقات السيئة جدا بالنسبة لي كمان شايف انه بالاضافة احكلمنا على الاندية الكبيرة احكلمنا على الاندية الكبيرة خلينا كمان نروح لي الاندية شوية اللي تحت شوية في الجدول سراميكا كليوبوترا بالنسبة لي علامة استفهم من وقت وجوده في الدوري الممتاز لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي الوقتي لم يتعاقد مع لاعب اجنبي من خارج الدوري المصري لانها استثني ابوك اللي رجع لهم الموسم الحالي لم يتعاقد مع لاعب واحد في الدوري المصري لاعب مش اقولك مش اقولك انه سجل ولا صنع لاعب باستمرارية كلها دقايق بكلمك على دقايق مش لاعب ولا اتنين بكلمك على سبع وتمان لعيبة فوق السن وتحت السن صفر النتيجة والمحصلة صفر فانا بالنسبة لي كده لو ما بين قصين اقل نادي استفاد من الاجانب او اسوأ اختيارات بالنسبة الاجانب بالموسم الحالي بلا شك كان سراميكا كيليوبترا وانا بحط الليستة بقاعد اسوأ 10 لعبين انا لقيت ان انا ممكن احط 5 اسماء او 4 اسماء من سراميكا كيليوبترا في لعيبة تانية كتير ما شركتش من الاساس لعيبة براحت اسوان وراحت اكتر من نادي وماش تركتش من الاساس فشاف لأ إنه اختيارات الأجانب يا كريم أنا ممكن أحط لسة فيها 20 و 25 لعيب لأي اختيارات الأجانب كان فيها مشكلة كبيرة جدا جدا في الدوري المصري الموسيب والماضي طيب مين في رأيك أفضل أجنب الموسيب والماضي؟ في الشك ما بلوله طبعا وبعديه على معلول يعني ما بلوله بحكم إنه هدف الدوري لكن حط عليه معلول بيبقى صعب إنك تقارم ما بين مركز ومركز حط عليه معلول بعده شوية عشان المركز وعشان أوخد هدف الدوري مع الفرق إنه دايما لما الفرقة بتكون كبيرة اللعيب بيتساعد من اللي حواليه مبلوله لأ يعني الأمور ما كانتش زي الناد لأهل إنت حطيت دلوقتي مبلوله علي معلول تحطي مين ثلاث همشي مسافة بقى يعني همشي مسافة بالنسبة لي لو أنا حطيت 3 اتنين كده كفة واحدة معلوله ومبلوله همشي مسافة ممكن أتكلم في رفيق كبو ممكن أتكلم في رفيق كبو عمر ممتاز المسم الحيلي إنت أكيد توحد نسيته عشان كده ما حسدوش في ترتيب مهم أقول لي وليد الكارتي طبعاً طبعاً الكارتي طبعاً طبعاً الكارتي هحطه هحطه بعد شوية يعني همشي له كتير مش بعيد ممكن هحطه بعد علي معلوله أنا هليه قلت لك التالت عشان وليد الكارتي كباب محتاجي تحط ياخد لأ وليد عمل موسم ممتاز عشان كده لأ طبعاً لازم يتحط هروح كمان لياو ألنور لعيب الإسماعيلي خامة ممتازة عمل موسم ممتاز رغم أنه كان بيستبعت فنية لأسباب غير معلومة في فترات كتير مع نادر إسماعيلي بلاد التوريه لعيب جيد ولكن الموسم اللي قبل الماضي كان أحسن من الموسم الماضي كان عامل موسم سوبر الموسم قبل الماضي الموسم اللي فات كان فيه أزمات كتير وانتبه الأزم أنه مش عهود الوقت مع نادر بيراميدز إنكادة كمان الزهير البكري جوزيف جونسون فيوتر إنكادة لا إحنا ممكن نحط قيمة بقى زي ما حطنا فيها قيمة الأسواء لا ممكن نحط قيمة فيها 15 اسم اللي أجادوا اللي أدوا بشكل جيد لكن هتلاقوا معظمهم باستثناءات بقى ممكن تلاقى جبريال أورك جبريال أورك في المحل عمل موسم ممتاز دلسون كاموني في نادي أسوان أحمد بالحاج في النص الأول من الموسم مع نادي أسوان لا هتلاقي أسماء أدى ببقى النظر عن المشكلة بتحسير بس هو محمد الشيبي عمل موسم مرائب محمد الشيبي بعيدة عن المشكلة وبعيدة عن المشاكل المتعلقة بالسلوك فيما يتعلق بالجزء الفني واحد من أفضل اللعيبة اللي بلعبه في الباك اليمين في الدوري كله مش بس بتكلم عنه أجنبي جيد لا هو بيقدم بشكل ممتاز ولو أنت جيت قعد تتفكر كتير من أفضل ظاهر الوحيد اللي ممكن تحطه مع محمد هنا والشيبي فقط لغير فيش حد تاني في الدوري المصرف طبعا الشيبي عمل موسم ممتاز وخلينا أقول لك أنه العندية اللي استفدت من كل الأجنب يا كريم قلالي قبل ما اختي معي سألوك سؤال مولد جدا النهاردة الحساب الرسمي للرابط العندية حطوا أفضل المدافعين الناس تختار بينهم أفضل المدافعين في الدوري والناس كتير قوي في التعليقات بيسألوا على محمد عبد المنعم ليه محمد عبد المنعم مش موود طيب مين الأرباع اللي تحطوا الأول؟ علي جبر يعني أنت بتتكلم في أنه الرباعي اللي تحط كله أرقامهم أرقامهم أقلب كتير من من محمد عبد المنمنعم حسنا ممكن يتحطوا مع محمد عبد المنعم لأocking الهى محمد عبد المنعم طيب بوستر انت عندك معلومة أقول لك المعلومة المعلومة الحقيقية أن الرابطة جالها شكاوى كتير حاط يقالي لل linguات ان محمد عبد المنعم موود لا مش موجود لا reelباعة لا معنش محمد عبد المنعم يقينة في البوستر الرسمي ع incorpor 250 بقى احنا ادخلين دي حاجة قصة تانية. محمد ابن يقينا مش موجود. الاستفتاء مش محطوط في محمد عبد ميلم. لا المكتوب ولا الصورة. فمحمد عبد ميلم مش موجود. وقالب بقى حصل لها تعديل بعد ما الناس بتريد تتكلم. اه هم اللوات يقالوا له توضيح مهم عشان بس. قل. هم نزلوا صورة فيها اربع مدافعين. اه. بقى كي انا نزلوا صورة تانية فيها اربع مدافعين تانية. ففيهم محمد عبد ميلم. ده تعديل. يعني نزلوا صورة تانية. لا خلينا اقولك بقى هو. دي ما تعملتش الى في الزهير الايمن. اه. ولا تعملت في حراسة المرمى. اه. صورة واحدة اللي بتنزل. ببوست واحد. في كل الاسماء. اه. عشان بس القصة تبقى واضحة للناس. اه. الناس كلها براقة دلوقتي. اه. محمد عبد المنزل فخلاص. عشان الناس كانت زعا. الناس حتى عما تبقات لي. اه. محمد عبد المنزل. لا خلينا اقولك بقى ماهو برضو. عشان الحقق. حقق ان يتبع. طبعا. القصة واضحة واضحة. وبنتها البساطة. حصل طبعا استياء شديد جدا جدا. فعشان كيف ترك وارد. يكون حصل تعديل ونزلوا بوست تاني. في اسماء تانية. طبعا. لكن القصة وما فيها. انه كان فيه شكاوة من بعض الاندياء. للربطة. وتحدثوا مع اثنين بالاسم. من الربطة. بدون ذكر اساميهم. من ادارة الربطة. انه لو نزلنا كل اللعيبة. فيهم لعيد من النادي الاهلي. الحداشر اللعيب هتطلعوا من النادي الاهلي. وده حصل. في الاستفتاءات. كنا بنتكلم لسه الحلقة اللي فاتت. على انه كل اختيارات الاسابيع. كانت طالما فيه لعيد من النادي الاهلي. الجمهور. طالما بتصويت الجمهور. فالجمهير الاهلي ايه السبب. في القصة بتاعت حامل عبد المنعم دي. فاتشال اسم محمد عبد المنعم. لكن ما بين خسين. زي ما انت قلت. حصل تعديل ونزله اسماء تانية. استدراك للخطأ. نشكره عليه. لكن في النهاية. حامل عبد المنعم افضل مدافع داخل القارة. انا فقل احوال. ارى دايما في القصة الاستفتاء دي. سواء الاستفتاء الشهري او الاستفتاء بتاع الموسم ده. لازم يبقى في معايير مش بس تتوقف عند الجمهور. الجمهور فممكن الجمهور الاهلي يكسب لعيبته طول الوقت. جمهور الازمائي يكسب لعيبته طول الوقت. فانت ناس تحط معايير معايير بقى فنية. معايير على مستوى الارقام. معايير. في لجنة مدربين يختاروا. حتى لو بنسب. حتى لو بنسب. بنسبة هنا وبنسبة هنا وبنسبة هنا. وبعكية تجمع كل ده. عشان فعلا. وبرضو الجمهور الاهلي هيختار لعيب الاهلي حتى لو ما بيلعبش. او تتعامل يا كريم. او تتعامل. اعاف معكش وقت. او تتعامل. زي ما بحصل في انجلت. قد تتعامل بإختارات الفنية. اعمل اتنين. يعني اعمل واحدة بإختارات الفنية. احنا شايفين ان فلاني الفلاني. واحدة تانية رأي الجمهور فلاني الافضل. لكن كجمهور لا طبعا موجودة. دي الصورة الاولانية. الاربع العابين ودي الصورة اللي نزلت وقاعدت كتير جدا جدا موجودة لحد قبل ما نسخل بشوية الصورة بقى التانية اللي هم بيتكلموا عليها محمود مرعي محمد عبد الملعب أحمد بيكم وعمر فايد دول الاربع العابين اللي موجودين لكن يقول لك الفرق كان ساعة ساعة ونص يعني سابوا الناس تصوت شوية على الصورة الأوانية وبعد كده قال لك داخل الصورة التانية هرجع قولك تاني وأكد لك يقينا لا مركز حراسة المرمة ولا مركز الزهير الأيمن نزلت في غلصورة واحدة بتصويت واحدة مفهوم حلو جد مفهوم جيمي من نور الدنيا حبيبي يا كيب أنا بشكرك شكرا بزيان شرفت معك العادة حبيبي يا ربي خليك ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على الألوح